بسم الله الرحمن الرحيم صوت الحمير رواية بقلم أيمن لعتومي يقروها عليكم مصطفى حسن مدخل كنت سأسميها مذكرات حمار أو يوميات أو ما شابها ولكن الشخص الذي دفعت إليه هذه المذكرات لكي يحررها ويدعى أيمن لعتومي كان أشد عنادا منا نحن الحمير فأصر على أن يسميها صوت الحمير مدعيا أن أكثر ما يميزنا هو الصوت للذكريات وأننا نسامح وننسى أسرع من البشر ومع أنه لم يكن على حق تماما إلا أنني قبلت لا لشيء إلا لكي أشتري قلمه بسكوتي ومن نافلة القول إن مهمة المحرر المذكور قد اقتصرت على ضبط الإيقاع اللغوي أما فيما عدا ذلك فإن أحداث هذه الروايات جميعها قد وقعت لي وهي حقيقية حد الخيال التوقيع أبو صابر أنت حمار مختلف ولدت تحت شجرة ثنديان في صوف القرية التي تعانق جبالها السماء وتثيل وديانها بالأنهار الفضية في فصل الشتاء الشتاء هنا قاص وقارث وعندما لا تكون لي بردعة يكون الشتاء قاتلا غادر أبي بعد أن ولدتني أمي بيومين من أجل العمل عند أحد الفلاحين في قرية سموع كانوا يقولون إنها قرية ممرعة وإن ذرائبها دفئة وفيها الكثير من الإناث الجميلات ونسي أبي العهد الذي قطعه لأمي ألا يتخلى عنها حتى لو تخطفته أنياب الكلاب أو نهشته مخالب الفقر ولكن الذكور من الحمير مثل الذكور من البشر مستعدون لأتفهي الأسباب أن يقامروا بمشاعر زوجاتهم دون أي شعور بالمسؤولية وأنا أخشى عندما أكبر أن أصبح مثلهم ظلت أمي معي حتى اشتد دعودي كانت تقول لي أنت حمار مختلف وإنني أرى مخايل الذكاء تبدو على محياك الجميل وإنني أشعر بأنه سيكون لك شأن عظيم في المستقبل وكنت أطرب لهذا الكلام وقد نصحت كثيرا من الحمير عندما كبرت أن يقول لأولادهم مثل هذه الكلمات الجميلة وماتت أمي في صباح يوم ربيعين كانت قد استلقت من الليل فلما نادتها الشمس لم تستجب وبكيت لموتها كثيرا ولم أعد آكل وصار جسدي هزيلا وقرر صاحبي حتى يتخلص مني أن يبيعني إلى الشيخ علي كان الشيخ في العقد الثابع من عمره وكان إمام المسجد العثماني القديم في صوف وقد لازم المسجد طوال حياته مذ تخرج في الأزهر في الأربعينيات وانكب على العلم يعد ذلك انكباب العاشق حتى ضاعف بصره لم يكن في صوف من وسيلة للنقل آنئذ إلا الحمير وكنا نحن الحمير نحب صوف كانت طرقها جميلة وهوأها نقيا وليس فيها إلا مطحنة واحدة وإذا كان الثلج في الشتاء فإننا ننام مع أهلها في بيوتهم تحت سقف واحد إذن صرت أنا حمار الشيخ علي الجديد بعد أن هرب حماره القديم مع أتان أغواها ببعض الكلمات المعسولة ظل الشيخ بعد هروب حماره القديم هذا الآن في الذكر واحدة وكان عليه أن يأتي من الجبل العالي ويهبط المنعراجات الضيقة بين أشجار الزيتون والتين واللزاب والسنديان والبط ولما كان الشيخ قد هرم وضعفت قواه فإنه لم يعد يذهب للمسجد إلا صلوات النهار وحزن لذلك أشد الحزن وضعف حزنه هرب صاحبه القديم فأصيب بالوحدات والاكتئاب ولم تكن له زوجة ولا أبناء ولا أحد يدري لماذا لم يتزوج وافتقده الناس في المسجد فبعثوا خلفه فعلموا أن الشيخ مثقوب الفؤال وقال لهم لقد هرمت ولم يبقى لي من مؤنث وأنا لا أستطيع المشعيل المسجد فقرروا وقتئذ أن يشتروا للشيخ حمارا فتيا قويا يستطيع أن يحمله ليؤدي فروضه بدل الحمار القديم وهكذا صرت حمار الشيخ ونظر الشيخ من نافذة بيته الطيني إلى أصدقائه وهم يسوقونني إليه كما تساق العروس إلى زوجها وشعر بمودة غامرة ولم يدري مصدر هذه المودة إن كانت بسبب رؤيته لأصدقائه أم رؤيته لي أم لنا معا ولكنني لما سألت الشيخ فيما بعد عن أشياء كثيرة قال لي إنه كان مسرورا بي وإنما كانت هذه المودة نابعة من قلبه لرؤيته فقد قال إنه رأى في مخايل الذكاء وإنه يتنبأ لي بمستقبل بديع وفيما بعد أسر لي بأنني كنت أشد ذكاء من كل الأولاد الذين علمهم في كتاب القرية في حياته هرع الشيخ من الباب دون أن يلبس قفطانه ولا أن يضع عمامته فوق رأسه وكان منكوش الشعر خفيف الثياب حافي القدمين وفوجئ أصدقائه بهيئته هذه وتعجبوا من خروجه إليهم على هذا النحو وكان يفتح ذراعيه مستبشرا وهو يضحك وظن الفلاحون أنه يضحك لهم لكنه لما وصل إلينا ابتدرني فأخذني بالأحضار وتجاهل وجود الآخرين وسط صيحات اندهاشهم واستنكارهم وظنوا أن الشيخ قد جن وأن الوحدة والانعزال والكآبة قد أفقدته عقله ولكنهم لم يكونوا يدركون أنه إنسان وقلبه مترع بالأحاسيث وعناقني الشيخ بالفعل عناقا طويلا ومسح لحيته البيضاء بعنقي وشعرت تجاهه بمودة كبيرة وأحسست أنني أعرف هذا الشيخ من زمن بعيد وأننا أصدقاء طفولة غبنا عن بعضنا فترة طويلة ثم التقين فجأة وضحك الشيخ وهو يعاين جمالي ولمعت عيناه من شدة السرور وهتف إنه حمار جميل إنه أجمل حمار رأيته في حياتي وتأكد الفلاحون أن صديقهم قد جن وصاروا يضربون كفا بكف وهم يحوقلون وتركون وحدنا نتم العناقة وتبادل نظرات الشوق والهيام وقام الشيخ فقادني إلى غرفته الخاصة كانت غرفته طينية وطيئة السقف في صدرها الداخون الذي يملأه في الشتاء بالحطب من أجل الاستدفاء وعلى الجانب الأيمان فراشه وعند رأسه بعض مزاود الطعام وعلى الحائط دائم التقشر هناك مسامير مدقوقة بشكل عشوائي يعلق الشيخ فوقها بعض ثيابه ومتعلقاته وأجال الشيخ نظره في الغرفة واختار لي الجانب الأيثر منها مقابله تماما من أجل أن يظل ينظر إلي ويحادثني وأوقفني دون أن يربطني قريبا من الداخون لكي أنعم بالدفئ ثم حك ذقنه قبل أن يخرج حاسر الرأس في البرد إلى الحاكورة من أجل أن يأتي بالمعلاف الذي كان للحمار الذي سبقني في خدمته ويضعه أمامي ويقول لي كل يا صديقي صحيح أن هذا الشعير قديم وبارد ولكنني أعدك من الغد أن آتيك بشعير جديد من السوق لا تقلق والآن سامحني لأن هذا أفضل ما لدي ومن جديد عرفت أنه إنسان حقيقي وأنه يشعر بالآخرين وأردت أن أقول له إنه يكفيني بعض الحشائش اليابسة أو الجذوع المقطوعة أو حتى الشوك لآكل وأشبع ولكنني تراجعت لعلمي بأن البشر لا يفهمون لغة الحمير مع أن الحمير يفهمون لغة البشر حتى أولئك الأغبياء منهم ونمت مع حلول المساء وقال الشيخ غدا ستكون أول رحلاتنا معا أيها الحمار الرائع إلى المسجد والآن نم هنيئا واستغرقت في النوم وأنا أحلم بأيام وردية وفي منتصف الليل استيقظت على صوت الباب رأيت الشيخ مشمرا عن ساعديه في هذا البرد القارث وهو يحمل في يده اليمنى إبريقا كان يبدو أنه ذاهب إلى الحمام الذي يقع خارج الغرفة في الحاكورة على بعد مئة خطوة تقريبا وعدت إلى الغفوات قبل أن أستيقظ من جديد على صوت الباب والشيخ يدخل منه ويضع الإبريق على الأرض ويمسح أكمامه ويغطي ذراعه وهو يرتجف من البرد وأسنانه تستك وأسمع لهاثه وقام الشيخ عن يميني متوجها إلى القبلة وفهمت أنه يريد أن يقوم الليلة وقرأ الشيخ علي الفاتحة ولم أسمعها من قبل من صاحب السابق وكان صوته شجيا وغائما ودافئا في هذا البرد الشديد وشعرت بالانجذاب لصوته ولم يكن الشيخ يدري أنني مستيقظ وقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة حاولت أن أحفظها فلم أنجح تماما لأن صوته كان غير واضح فقد جعل البرد حروفه أقرب إلى الغمقامة منها إلى القراءة الواضحة وقرأ في الثانية سورة العلق وسجد في نهايتها فسجدت معه ثم سمعته يتوجه إلى الله بالشكر على نعمة هذا الحمار وكان يبدو أنه يقصدني فشعرت بالسعادة ودعا بصوت سمعته اللهم آل رأسه وأطل عمره واملأه حكمة وفقهه في الدين وعلمه التأويل ولما أكن أدري إن كان يعنيني بهذا الدعاء أم يعني أحدا آخر ثم نام ونمت واستيقظ الشيخ على أذان الفجر واقترب مني وناداني بصوت حنون قم يا صديقي إن الله ينادينا وشعرت بالفعل أن الله ينادينا ووقفت على أقدامي ولبس الشيخ جبته الكحلية وعمامته البيضاء الملتفة حول الطربوش الأحمر الذي لا يبدو منه إلا الجزء الأخير وذللت ظهري للشيخ فركبني بسهولة وهو يقول حمار مطيع زادك الله من فضله يا صديقي وأخذت الشيخ وكان الجو في الخارج يجرح الخد بالثكين لشدة البرد كان الضباب قد نزل حتى لامس الأرض وتخلل أغصان الأشجار فصارت تبدو وتختفي وسيول صغيرة من الماء تثير بين الحصى فتصدر صليلا لذيذا ورأيت بعض الفلاحين ثلاثة أو أربعة يلفون شماغاتهم على رؤوسهم اتقاء البرد ويضعون أيديهم في جيوبهم ويلبسون حزما طويلة وهم يحثون الخطى إلى المسجد وسمعت بعضهم هذا حمار الشيخ الجديد أرجو أن لا يكون سببا في غياب الشيخ عن المسجد كما فعل حماره السابق ماذا فعل حماره السابق؟ لقد هرب ولكن لماذا؟ لأنه حمار وشعرت بالكراهية الطافحة من قلوب هؤلاء الفلاحين وتعجبت كيف يذهبون إلى الله وهم يؤذون خلقه ووقفت عند باب المسجد حيث كانت هناك مصطبة ترتفع عن الأرض قليلا عن يمين الباب وكان على هذه المصطبة تابوت يحمل فيه الميت إلى داخل المسجد ليصلى عليه وأمام المصطبة طاولة يغسل عليها الميت وسأشهد مشاهد عديدة من تغسيل الموت فيما بعد مع تكرار حضور إلى هنا وكان الشيخ كلما دخل إلى المسجد أو خرج منه أطال النظر إلى التابوت وهز رأسه وهو يغمغم ما نجى من النوم فيك أحد وأما المصليين وشعرت من جديد بأن الرحمة تتنزل من هذه الكلمات التي يتلوها الشيخ لم يكن يصلي في المسجد أكثر من عشرة مصليين أكثرهم كانوا من الذين تجاوزوا الخمسين أو الستين من أعمارهم وتسألت أين شباب القرية وجلس الشيخ في المسجد يتلو بعد الصلاة ما كان يحفظ ويستظهره وظل يقرأ حتى شممت رائحة الشمس قادمة من المشرق حينئذ قام الشيخ فصل ثم دعا كنت أسمعهم ثم قام إلى المكتبة التي تملأ واجهة القبلة كلها عن يمين المحراب ويساره فأخذ كتابا لم أكن أعرف ما هو وبدأ يقرأ منه بصوت عالم وكنت ما زلت يومئذ في أول شبابي كنت أحفظ النص بمجرد سماعه من المرة الأولى وهكذا حفظت على الشيخ أكثر من ألفي كتاب ورسالة خلال ما يزيد عن عشرين سنة هي مدة صحبتي له وكان ثكها في كثير من الأحيان ولكنه كان بذيئا في بعض الأحيان بذيئا جدا وأطلعني على أسرار لم يطلع عليها أحدا من قبله ولما فرغ الشيخ في ذلك اليوم ذرع وحده بهوى المسجد حتى إذا صار بقربي ربت على عنقي واعتذر مني قائلا سامحني لقد تأخرت عليك ثم صعد المصطبة وركبني بسهولة وانطلقت به فرحا إلى البيت كيف لي أن أطلب ما ليس لي وصلنا إلى قرية عبين كان ذلك في شهر كانون الأول حمل الشيخ علي معه كتابا في الأخلاق لزهرة ابن سعد كان في الطريق يراجع ما سيقوله بصوت عالي فحفظت كل ما قال عرفت أن ابن سعد هذا كاتب ممتاز لغته عجبتني على الأقل ليس فيها التقاعر الذي عند الشيوخ الآخرين وعلمت أن الشيخ سيتحدث في المسجد عن الأمانة هناك طريق واحد تربط بين صوف وعبين تقدمنا باتجاه القرية حالما عدنا من صلاة الفجر في مسجد صوف القديم وقرأ الشيخ بعض الآيات وصلت ضحى وأفطرت أنا على الشعير الجديد الذي أحطره الشيخ من سوق القرية ليلة أمس بعد أن وعدني به كانت الشمس ما تزال على ضحكتها الأولى والأرض باردة وضوء الشمس لا يبعث شيئا من الدفئ وانطلقنا بين الأشجار كان الندى لا يزال في فم الأوراق يسقيها ماءه ويرطبها والعشو الذي في الطريق كان يلمع ناداه فينعكس مع ضوء الشمس على عيوننا فتعشى ولولا أنني قوي البصر حاد النظر لأثر ذلك الانعكاس علي كما أثر على الشيخ لم يجف الطين تماما من شتاء الأسبوع الفائت قرآن في الشمال كما حدثني الشيخ وأنا أعلم بهذا الحديث منه يحبها الماء كثيرا فلا تبرح التافيض به شممنا رائحة الصباح ورائحة الندى ورائحة البطن روائح كثيرة ذاكمت أمفانة روائح ساحرة الورد يزهر مبكرا هذا العام إنه يخدع الربيع باستيقاضه المبكر في الشتاء لكن الشيخ صححني هناك ورود تستيقظ في الشتاء أيضا كان يوم جمعة بعض الأولاد كانوا يقفذون كالقرود في ملعب القرية والطين يغطي ملابثهم لم أدري لماذا لم ينعموا بالنوم والدفء في يوم عطلة كهذا لكن الدنيا كانت تضحك في ضحكاتهم وتلعب في لعبهم وتتراقص كما يتراقصون حدثت نفسي ماذا عرفتم من الدنيا أيها الصغار غدا ستكبرون وستعرفونها على الحقيقة إنها أفعى ملمس لين وسم شديد وشعرت أنني عجوز حكيم قد عجم الدهر عوده جيدا وقفزت الكرة من الملعب وضربت رأس الشيخ فآلمته ألما شديدا وشعر أن الأرض تميد به وأطارت الكرة العمامة عن رأسه لولا أنه تداركها بأمناه وغضب الشيخ وضحك الأولاده وإذاك نظر إليهم محنقا وصرخ انتبهوا أيها الأشقياء هل أنتم حمير؟ وغضبت أنا وهتفت ماذا تقصد أيها الشيخ بقولك هل أنتم حمير؟ ورفعت مؤخرة عاليا وهممت أن أرفصه برجلي الخلفيتين في الهواء فلما ابتدعت بذلك اهتز الشيخ من فوقي وتقلقن حتى كاد يسقط وأفلت اللجام من يده وحاول أن يستعيد توازنه بيسراه فيما كانت يمنه مشغولة بتعديل عمامته وعلى ضحك الأطفال لمنظر الشيخ فتوقفت أنا عن إكمال الرفص في الهواء لأحافظ على هيبة الشيخ وهدأت وصاح الشيخ ما بالك أيها الحمار؟ لماذا تسبنا أيها الشيخ؟ ولا أدري إن فاهم لغتي أم لا ولكنني أوصلت له الرسالة على كل حال وتابعنا سيرانا ووصلنا إلى مسجد القرية في العاشرة صباحا كانت مئزنة المسجد طويلة جدا حتى شعرت وأنا أتابعها ببصري إلى الأعلى أنها تعانق السحابة وفي ذلك اليوم بالذات لم تكن مرئية تماما فشعرت بأنها رمح يطعن خاصرة السحاب وأن السحاب سوف يسيل ماء في التون وأمام المسجد كان الفلاحون يعرضون بعض المحاصيل والأدوات للبيع وكان هناك فلاح يصح على حمار بخمسين قرشا صرخت في أعماقي خمسين قرشا ما هذا الثمن البخص؟ ونويت أن أمشي إليه وأن أعضه في قفاه فنحن نساوي أكثر من هذه القروش الخمسين الزهيدة ومشيت نحوه بالفعل لأنفذ فكرتي والشيخ يثنين جهة المسجد ويعجب من سيري نحو الحمار الآخر وظن أنني وجدته رفيقا أتسلى به عن الشيخ وليس هذا غريبا فالبشر أسوأ المخلوقات ظنونا وهم يظنون أن الدنيا تخلو من الوفاء وفي منتصف الطريق تذكرت القصة التي قرأها الشيخ أمسي في تاريخ ابن كثير عن أن سيدنا يوسف باعوه ببعض الدراهم المعدودة ووجدت في القصة بعض العزائي وارتحت نفسيا وقلت لست أكرم على الله من النبي ولو الشيخ عنقي باتجاه المسجد فطاوعته هذه المرة وكان الشيخ لما قلقلته ونحن نمر بالملعب قد أخرج ريحا فانتقض وضوءه فذهب إلى حمامات المسجد ليتوضأ ومكثت أنا بالباب أنتظره ونظرت في الشارع فرأيت بعض الكلاب تذرعه باطمئنان يقول البشر إن الكلاب وفية صدق ولكن أنا أشد وفاء منها ورأيت على مد بصري وبصري حاد جدا بالمناسبة وأرى في الليل تماما كما أرى في النهار وليس ذلك إلا لنا نحن الحمير المهم رأيت أقفاصا في أيدي شباب القرية وفيها بباغوات حمراء وصفراء وخضراء وهي تقفز في تلك الأقفاص وتصيحه يا كلب هاتك اندرة وآخر يلعم أبو لخلفك وخجلت من الألفاظ النابية التي تتكلم بها البباغوات ولكنني أدركت أنها تردد ما سمعت وهتفت في نفسي إن البشر لا يعلمون الحيوانات إلا أسوأ ما لديهم وتنهت متحسرا وكدت أدير بصري في السوق مبتعدا عن البباغواتي لولا أنني سمعت واحدة تصيح كأنما تحتجه أنت حمار أنت حمار وكدت أرقض نحوها فأبلعها بلقمة واحدة من شدة غيظي وهتفت حتى أنت أيها البباغاء وتراجعت في اللحظات المناسبة لأنني أردت أن لا يغير الخلق فكرتهم عننا نحن جنس الحمير بأننا صبرون صبر الجبال الراسيات ومع أنهم يظنون أن صبرنا عن بلادة لكنهم والله مخطئون وإنما صبرون عن علم وحلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتابعت ببصر السوق فرأيت أكياسا من التبن والقمح والشعير فشعرت بالجوع وقلت ماذا علي لو أخذت حاجة من الطعام فبادرت هذا الفلاحة وأدرت فامي في تبنه مرة أو مرتين لكنني لم تنفسي على هذا الخاطر الخبيث فكيف لي أن أطلب ما ليس ليه وكيف لي أن آكل استجابة لنداء الشهوة لا للجوع الحقيقي وكيف أكون طماعا وذا بطن لا تشبع وقد أشبعني سيد الشيخ في الصباح وما زال شعيره الجيد لم يخضم بالكامل في معدته وعرفت أن الشيطان يجري في عروقنا مجرى الدم كما يجري في عروق البشر ثم صح القلب فجأة فقد مرت ليلاي حتفت ليلاي من كنة أم ليلا من البشر كانت هناك سيدة تقود أتانا صغيرة جميلة تلبس بردعة حمراء وتزين جبهتها بعض الخرز الأزرق وعيناها كحلاوان ذابحتان وبطنها ضامر لكن فخذيها ممتلئتين ومؤخراتها بضة بشكل جنوني وصدرها حنون يشبع الرضيع ويدفئ الضجيع وقد سارت بها وسار قلبي معها حتى أوقفتها بجانب الحمار الذي رأيته أول ما دخلت السوق ووقفت السيدة بجانب أتانها وهي تنادي حمار جميلة بسسعين قرشا وفرحت أنها أغلى من الحمار مع أنني شعرت كذلك بالحزن لهذه النظرة الدونية التي ينظر بها البشر إلينا ورفعت الفلاحة صوتها من جديد بتسعين قرشا ونهقت بصوت عالي وسمعني الشيخ الذي كان لا يزال يتوضع فعجب ما الذي أنهقني وأردت أن أقول له إنه الحب يا سيدي وإنني أتمنى أن تشتري هذه الحمارة ثم تزوجني إياها لكي يبرد لاعج الشوق في كبد ولكي تؤنس وحشتي في الليالي الطويلة عندما تكون أنت نائما ولكنني خفت أن لا يفهمني أو يدرك حاجتي ونويت إن هو خرج من متوضعه أن أحدثه بمحاكف صدري وأقنعه بأنه يمكن أن تشاركنا هذه الأتان الرائعة الغرفة أو يسكننا معا في الحاكورة إذا كانت الغرفة تضيق بثلاثتنا ونظرت إلى الأتان فإذا هي تنظر إلي من طرف خفيا ورأيت حقولا من الورد في عينيها وأنهارا من العسل في صدرها وتحركت في مشاعر لا يمكنني أن أصفها ولكنني اقتربت على بعد خطوات منها وقلت هل تقبلين بي ذوجا؟ فأطرقت إطراق الحيية في خضرها متعجبة من جرأتي فاستثمرت الفرصة وسددت إليها سهما آخر لا ترتبط بحمار آخر ولن أتقدم لثواكي ولو بعد عشرين سنة فعلى كثرة الحمارات في صوف إلا أن قلبي اختارك دونهن جميعا وحديث القلب متفق عليه لا يقبل الشك وظلت شامتة وشعرت أنها تود الحديث لكن الإناث يمنعهن الحياء من القول وإن كان طوفان الحب في قلوبهن إذا فاض أغراق كل شيء وأردت أن أسمع صوتها ولو بكلمة واحدة فاستسميتها فقالت صعده فقلت عاشة الأسامي وخرج الشيخ وهو يرتجف من شدة البرد ويصبل أكمام قفطانه على ذراعيه العاليتين وواصلت أنا النهيقة وقد شغفني الحب وأطار لب الهيام ودفق الوجد ماء الشباب في عروقي لكنه صاح أسكت يا حمار إنك تؤذي المصلين الوافدين إلى المسجد بصوتك وشعرت بالإهانة وأردت أن أقبض بفمي على كم الشيخ وأسوقه إلى المسجد لينظر بنفسه ويكتشف أنه لا أحد فيه ألبطة وأن الناس كلهم في السوق وأن الناس ترهف سمعها إلى نداءات الباعة لا إلى نداءات الله وهمنت أن أقول إن جاعير هؤلاء الفلاحين أسوأ بكثير من صوت الحنون ولكن كبرياء البشر تمنعهم من أن يعترفوا بذلك وقطع الشيخ بتفكيره السلبي هذا الخيط علي أن أخبره بالأتان الجميلة وما أحدثته من كثر في قلبي فصرفت النظر عن الموضوع وأنا في غاية الحزن وصعدت مع الشيخ الدراجات التي تقود إلى بهو المسجد وكان الشيخ بالفعل وحده وانتظر وقتا طويلا حتى يأتي الناس ولكنهم لم يأتوا حتى إذا انتصف النهار ودخل مؤذن المسجد فنادى لصلاة الجمعة دخل بضعة رجال وأولاد صغار ولم يكمل الرجال الصف الأول والثاني ولما كان صوت المؤذن ينادي عبر السماعات الله أكبر كانت أصوات الباعة ما زالت ترن في الشارع ويتردد صداها عليا الحمار بخمسين قرشا خيشة التبني بعشرين قرشا البباغاء بقرشين وعدنا منكسرين قال الشيخ أهل القرى دينهم خفيف وأردت أن أقول له ولكنك من أهل القرى وأقبل علي الشيخ وهو مقدر الوجه واجبا طويل التفكر وقد نكث رأسه فأردت أن أخفف عنه ولكنني لم أدري كيف سيفهمني أردت أن أسليه بالغناء ولكنني خاشت أن ينهرني فصمت درءا للمشاكل وذللت ظهري فركبني وثرنا عائدين إلى صوف كانت الشمس قد بعثت شيئا من الدف في الأجواء لكن برد القرى الشمالية لا يمكن التنبؤ به أو تحمله مررنا بالملعب ونحن عائدون فرأينا الأولاد ما زالوا يلعبون فلما رأوا الشيخ على الحمار قال أخباثهم دعونا نتسلى قليلا وجاء ذو القدم الصاروخية فركل الكرة مصوبا إياها نحو وجه الشيخ وطارت الكرة وأصابت وجه الشيخ بالفعل إصابة مباشرة وسقطت العمامة من فورها عن رأسه وتدحرجت على الأرض قليلا قبل أن تتوقف متلطخة بالطين وسال الدم من أنف الشيخ وفقد الشيخ وعيه للحظات قبل أن يستعيده ليعرف ما أصابهم ويبدأ بالشتائم يا أخواتش يا أولاد القح ولم أتخيل لحظة أن الشيخ العالم قد يتلفظ بهذه الألفاظ البذيئة جدا وحمر وجهي من الخجل وذبت في نفسي وأطرقت برأسي أفحص الأرض بنظرات زائغة وأردت أن أقول للشيخ حرام عليك ولكن سيل الشتائم لم يتوقف ينعى الأب لبذركم يا أولاد وكان كلما على صوت الشيخ بالشتائم على صوت الأولاد بالضحك والهياج وأسرعت بالشيخ مبتعدا عن الأولاد من أجل أن أوقف سيل الشتائم المخجلة هذا ورقضت فإذا الشيخ يصيح وأنت يا ابن الحرام إلى أين ترقض به فهممت أن أرفص برجلي وألقي بالشيخ بعيدا عن الأرض حتى تندق عنقه ولكنني تراجعت في الحال لكي يعرف أنني صابور حليم ولست مثله ومضيت أرقض ثانية وإذا بالشيخ يصرخ العمامة يا حمار وقلت آه صحيح وعدت إلى موضع العمامة فالتقطتها بأسناني ورفعت رأسي بها إلى الشيخ فتعجب مني كل التعجب وكانت هذه العلامة الثانية على أنني أفهم لغته ولكن الأهم متى سيفهم هو لغته ومسح الشيخ الطين عن عمامته البيضاء التي تلوثت والدم الذي سال من أنثه وكاد يبكي من القهر ولكنه حبس دموعه ومضينا قافلين إلى سوف وسوف يومئذ تجري من تحتها الأنهار نحن نتبع الرائحة التي لا تضل من يعرف منكم كيف أبدو أنا لكم أن تعرفوا التفكر في خلق الله وبديع صنعه لا يدخل في دائرة اهتمامكم أيها البشر على أي حال أنا وأستغفر الله من أن أزل أو أضل عيناي وردتان من السوسن البري تريان في الظلام تماما كما تريان في النور وقائمتايا الأماميتان مستقيمتان كجزع شجرة وصلبتان كرمح يخفي صلابتهما وبر الرماضي الخفيف أما قائمتايا الخلفيتان فتبدآن بالانحناء بعد الركبة ليكون كفري مقوسا لا يزل عن متنه الراكب وذيل طويل في آخره ذنبت من الشعر أهش بها كل ما لزم الأمر وأذناي الطويل تاري بهما أسمع ما لا يسمع البشر وأحس بهم الأنواع وأشعر من خلالهما بالأمطار قبل أن تسقط وأميز صوت النملة إن كانت تدب على الصخرة الملسأ أو على الورقة العجفاء ولي بهما أكثر من عشرين حركة من يعرفني يعرف كل حركة منها ما تعني فإذا رفعتهما إلى الأعلى وضممتهما فأنا سعيد وأسمع قبرا جميلا وإذا فرقت بينهما فأنا منزحج أما إذا تهدلت على جانب عنقي فمعناه أنني حزين ولا داعي للشرح أكثر من ذلك أما من خرايا فواسعان ينفر منهما بعض الشعارات الطويلة البيضاء ولطالما نظفت بهم الأرض للشيخ بزفير شديد ولطالما أوقدت بهما نار الدخون إذا خبت وهما فتحتان أستطيع أن أوسعهما عند الحاجة فتصبحان قادرتين على ابتلاع كرة صغيرة أما أسناني فهي صفراء ولربما تشبه حبات الفول الكبيرة وأما رموشي فطويلة خلقة من الله لا بالتصنعي ولا بالتمكيوجي وأما ظهري فهو منخفض عند الظهري مرتفع عند العنق والكفل كأنما ذلل فيما طلبه الله منا بأن نكون مركبا وطيئا لبني البشر وليت البشر يقدرون نعمة الله عليهم كما قدرنا نحن ما كتب علينا من أجلهم فرضينا وأنا أقمر وعنقي غليظة ملساء رمادية ليس عليها شعر يرى إلا ما كان في العرف حيث يتدلى شعر العرف على يمين عنقي بدلال وأما بطني فضخمة في الفترة التي قضيتها عند الشيخ فقد كان يعتني بي جيدا وأما جبهتي فواسعة ومن فضول الكلام أن أقول إن ذوي الجبهات الواسعة يملكون قدرا من الذكاء والحنكة أكثر من غيرهم وأما شفاهي فغليظة رضوة دائما وطالما سعدتني على ترطيب الحشائش اليابسة والأشواك تمهيدا لأكلها في حالات الجوع الشديدة التي كنت أمر بها في بعض فترات حياتي وأما حوافري فصلبة لم توقفها صخور الجبال ولا وعورة الطرق ولا حجارة الوديان ولم تحتج إلا في حالات نادرة إلى حدوات يثبتها بيطار القرية أسفل حوافري وأنا أخطب يرتسم أسفل عنق وشاح أسود باهر يمتد كقوس على أول ظهر فيعطي تدرجا مذهلا للون الرمادي الذي يغلوب على جسدي كافة قرر الشيخ علي بعد أن فاشل في مهمته الرساليات في عبين أن يجرب حظه مع قرية أخرى فتوجهنا بعد أسبوع أو عشرة أيام إلى راسون ما أجمل القرى الشمالية وما أشد برودتها هتفت وأنا أعلم أن رحلتنا ستكون ممتعة ومتعبة قلت لو قرأ علي الشيخ في الطريق من بعض الكتب التي معه فسيكون بذلك قد خفف علي قليلا من وجع الرحلات وبدأ أن التفاهم بيننا قد بدأ حين خطبني هل هذا الشعير جيد أردت أن أقول له إنني لم أذق شعيرا جيدا إلا عندك ولكنني ترجعت لعدم يقيني بأنه بلغ من العلم بحيث يستطيع أن يفهم لغتي فاكتفيت بأن هززت رأسي بالموافقة فابتسم الشيخ واقترب مني واعتناقني وسعد أنني فهمت عليه وقلت في نفسي كيف سيكون شعورك إذن حين تصبح تفهم علي باللسان لا بالإشارة وقال الشيخ كل على قدر ما تستطيع فالرحلات هذه المرة طويلة ولا يدري أحد أن حمارا مثلي يمكنه أن يأكل القريات كلها ولذلك ما إن سمعت الشيخ يقول ذلك حتى التهمت كل الشعير الموجود في المعلاف في أقل من خمس دقائق ونهقت شاكرا وظن الشيخ أنني أطلب المزيدة فملأ المعلاف ثانية ففعلت به ما فعلت بالمعلاف الأول وأتيت عليه ثم إنني رأيت الشيخ يدخل غرفة التبن والشعير والحبوب التي بجانب غرفتنا أكثر من أربع مرات في ذلك الصباح وهمس الشيخ في المرة الرابعة اللهم أشبع بطنة وضحكته فلقد كلفت الشيخ في ساعة واحدة ما كنت سأكلفه إياه في شهر كامل ورددت سأعوضك أيها الشيخ لا تحزن وانطلقنا في العاشرة البرد 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 للشيخ جبة منصوف يلبسها فوق قفطانه أما أنا فليس لي إلا هذه البردع وخرجاني من قماش ينس دلاني فوقها إذا لم أدف بطني فسأصاب إما بالمغصي أو بالإسهالي لقد أكلت كثيرا ولكن الشيخ شجعني مهما يكون الذي أكلته فإن الطريق ستأكله وانطلقنا لا شمس ريح ليست سريعة ولكنها تقص المصمار شجرات البطن على مد البصر الطريق الذي مشت الحمير من قبل واتخذها الإنسان من بعدها أيضا طريقا له لأنها الأقصر والأكثر أمانا ما كان له أن يعرفها لولانا يطلقنا هذا الكسول الجاهل في الجبل وانتظر منا أن نخط له الطريق لا بأس ليست الخدمة الجليلة الأولى أو الوحيدة التي نقدمها للجنس البشري الروائح تنبعث من جديد رائحة الحطب المحترق التي تصل من البيوت الطينية المتناثرة في الطريق الفلاحات في بيوتهن يخبذن بانتظار أزواجهن الذاهبين إلى التقاط الأرزاق من أفواه الجوع رائحة الخبز هي الأخرى تدهيشني وتغريني مستعد أن أكل خمسين راغيفا الآن رغم شابع التام فخبز الطابون لا يقاوم تختلط رائحة الخبز في الطابون برائحة الخشب المحترق في الداخون احتراق حميد ينتج كل هذه الروائح الذكية مضينا الأرض ما تزال مبتلة ألا تنشف الطرقات في قرى الشمال؟ الطين في كل مكان الماء يتجمع في بعض الأجران أتشمم الأرض وأنا أمضي بالشيخ إلى راسون رائحة الطين تزكم أنفي الطين المختلط بالرمادي وثمر البلط وشوق السماقي المهروس تحت الأقدام من السنة الفائتة اختلاط الماء بالطين مع وراق الأشجار المطحونة بفعل الأيام يخرج هذه التوليفة الرائعة من الروائح نمضي البيوت تتناثر لا أضواء في هذا الصباح الضبابي الضباب يعانق الأشجار أحيانا يعانق الأرض يمشي أمامنا يعبر بجانبنا كشبح فتاة بيضاء رقيقا غامضا وحنونا رغم قسوة البرد المستتر فيه والريح تبكي على ماذا تبكي الريح على ابنها الذي ذهب مع الريح علينا نحن الذاهبين إلى أقدارنا صيح بعض الفلاحين على أبنائهم في الحقول المنتشرة على جانبي الطريق يأتي واضحا لم تكن السيارات تعبر الشارع الإسفلتية الذي يبعد عنا عشرات الأمتار في ذلك الصباح السيارة نائمة بعد قليل سنضطر أن نقطع الجزء الإسفلتية من طريقنا الطيني لا أحب سواد الإسفلت الطين أحب إلى قلبي بخار أنفاسنا أنا والشيخ علي يتصاعد من مناخرنا الشيخ يضع الكتاب في الحلث ينفخ في يديه ليبعد البرد ثم يعود إلى الكتاب أرفع رأسي قليلا إلى الأعلى أهتف اقرأ أيها الشيخ اقرأ بصوت عالي لكن الشيخ يفهم هذه المرة ما قلته أو كان ذلك قدرا فقد راح يقرأ بصوت عالي صعدنا جبلا عاليا لقد بدأت الطرق تضيق الشيخ لا يعرف الطرق أكثر مني أنا أحفظ كل شبر فيها نحن الحمير نشم الدروبة نعرف من رائحة الطين إلى أين نتجه البشر مثاكين لا خرائط للمكان إلا في أذهانهم لو تغيرت تلك الخرائط لظل نحن نتابع الرائحة التي لا تضل الأشجار في هذا الجبل الذي نصعده متعالقة قريبة متلاصقة واطئة اضطر الشيخ معها أن يحني رأسه كلما مررنا بجانب شجرة واطئة من أجل أن لا تدخل الأغصان في فمه أو عينيه أو تجرح وجهه أو كتفيه شغله ذلك عن القراءة بصوت عالي وراح يراقب الطريق قلت له دع مراقبة الطريق لي وانشغل بالقراءة أنا أعطيك ما عندي وأنت تعطيني ما عندك لا أدري كيف فاهم خاطري هذا أو سمعه فنفذه على الفور لكن ذلك أدى إلى وقوع مصيبة ظهر كلب أسود ضخم فجأة في وجهه وهجم علينا وهو ينبح نباحا شديدا فخفت من مباغته لي على هذا النحو فركضت فعلقت عمامة الشيخ بغصن من الأغصان التي تمتد أصابعها دون حياء في وجوهنا فصاح الشيخ لكن صياحه تضأل أمام نباح الكلب الأسود الذي هم بأن يغرز أنيابه المخيفة في بطني فزدت من سرعتي وعدوت مسرعا فمررنا تحت شجرة ذعور فحزت خد الشيخ فأسالت دمه فصاح لكن صياحه لم يكن ليساوي شيئا أمام هجوم الكلب المسعور فأطلقت سيقاني للرياح فوقع الشيخ عن ظهري وعلقت رجله في حلقة الركاب أسفل البردعة فجررته على ظهره وصاح أكثر وهو يشتم يا حمار يا حمار أدفوه على أبو ولكني لم أسمع وشعرت بأن ظهري قد خفى وأنني أشد شيئا ثقيلا يبطئ من سرعتي فنظرت خلفي فإذا هو الشيخ قد تلطخ بالطين من رأسه إلى قفطانه وكان حاثر الرأس وصلعته تزرق على ضوء الشمس الباهدة التي تتخلل الأغصان وهو يمسك باللجام بيأس ويصرخ بغضب عليه ثم بخفة التقط حجرا وأنا أسحله على الطين بصعوبة ورماه في وجه الكلب فخسئ الكلب وانكفأ عائدا إلى وجاره وتوقفت أنا فما كاد يشعر بأن الحمار الذي يسحبه قد توقف عن جاره حتى أمسك اللجام وفك رجله من حلقة الركاب وراح يشتمني بألفاظ بذيئة وشعرت بالذنب ولكنني أيضا شعرت بالخجل من ألفاظ الشيخ وتسألت لماذا يحاسبني الشيخ على غريزة مركوزة فينا نحن الحمير من الطبيعي حين أرى كلبا أسود ضخما هاجما علي أن أخرب وأحاول النجاة بروحي وقام الشيخ وابتدر إلى صخرة أخرى فاقتلعها من الأرض وركض نحوي ليهشم بها رأسي وما زال ثيل شتائمه يتوالى وحين رفع كلتا يديه بالصخرة إلى الأعلى رأيت عيون الشيخ تقدح بالشرر وصلعته قد احمرت من الغيظ والعرق والزبد مع سيل الشتائم يتطاير من زاوياتي فمه ولم أدري هل أضحك أم أبكي ولكنني عوضا عن ذلك فردت أذني حتى صارت بزاوياتي ستين مع أفق رأسي وأقفضت عنقي حتى كاد فمي يلامس الأرض وأسبلت عيني وتلك حركة يعرفها الشيخ مني إنها تعني الاستثلام والإقرار بالخطأ فلما رأى الشيخ ذلك برد غضبه في التو وألقى الصخرة بعيدا وصرخ كأنه ينفس آخر دفقة من غضبه أنت حمار وشعرت بالإهانة ووددت لو أن الشيخ رضخ رأسي بالصخرة ولم يسمعني هذه الكلمة لكنني التمست له العذر فقد سببت له جروحا بليغة وأصلح الشيخ هندامه وتحسس رأسه العارية وأسبل بعض الشعرات المتبقية في صلعته وهتف العمامة فعدت ومددت فمي إلى أعلى وصن الشجرات التي علقت بها وأمسكتها بأسناني وأعدتها للشيخ فضحك وقال فهمتني فضحكت وقلت له لقد نسيت الكتاب أيضا فلم يفهم وصبرت نفسي سيفهم قريبا بلا شك إما أن يلتقي البشر إلى لغتنا فيتعلمها أو نتعلم نحن لغتهم وأنا ماض دون إبطاء في تعلم لغة البشر وقريبا سأخاطب الشيخ بلغته إن عجز أن يخاطبني بلغتي وركبني الشيخ وحثني حين همز بطني بقدميه فلم أتقدم خطوة واحدة وهتفت الكتاب يا شيخ لكنه استمر يهمزني بكعب حذائه ثم بصوته هيا يا حمار العزيز ثم بعصا كسرها من غصن شجارة ولما يائست من فهمه درت بنفسي إلى الخلف فتعجب الشيخ وأراد أن يبدأ ثيل شتائمه المعتاد فلم أمهله وانطلقت أبحث عن الكتاب فترأى لي من بعيد وكنا قد فقدناه في أول نبحة للكلب الأسود والتقطت الكتاب من الأرض بشفاه مترفقا به ورفعت به رأسي إلى الشيخ فزادت عجبه مني ومضينا إلى راسون لو أنك أطعتني من البداية وأشرفنا من القمة على مجموعة من الجبال كلها خضراء داكنة وكان اخضرارها الداكن مع زرقة السماء مع غمائم الضباب البيضاء يحول إلى اللون السماوي أو الفيروزي وبدأ أن الله عرف الجمال هنا تعريفا بينا قل ما يراه الإنسان بقلبه وكان لا يجرح خضرة الأشجار المتراسة غير الطريق الترابية الضيقة التي تتلوى تحتها موصلة إلى القرى كلها على خيط اللبن الخيط الذي تنضم في عقده كرة راسون وعرجون وباعون وأوصلة وحلاوة والهاشمية وخربة الوهادنة وشممت على عادة رائحة الشتاء المعتقة التي تنباثق منها آلاف الروائح التي أستطيع أن أميز كل رائحة منها على حدة كانت رائحة الشجر الملوكي أو الكرز الذي لم يظهر بعده تخرج من أعماق الجذوع الري لتصل إلى أنف متجاوزة بذلك كل الروائح الأخرى تولد الروائح في أنف قبل أن تولد في أنوف البشر رائحة زهر الكرز الأحمر مسكرة أدوخ كل ما شممتها تستطيع أن ترى رائحة الكرز فقد أغمض عينيك وسترى رائحة الكرز الأحمر تخدر الجسد وتنقل الروح إلى الظلال الظلال الشفيفة أتذكر أن أمي عندما يجف ثديها من اللبن كانت تأتين بهذا الكرز تلقيه من فمها إلى فمي ولو كان شيء سيقدس لروعته فسيكون الكرز بلا شك ومضينا كانت السماء تقول إنها ستمطر الشيخ لا يدري أنا كنت أعرف أن معنى أقل من نصف ساعة لكي تبدأ السماء بالبكاء أقدت أذني إلى الأعلى متجاورتين حتى تكاد اليمنى تتقاطع مع اليسرى ونظرت في البعيد فرأيت الغمامة يأذن بأن يلقي أحماله فرقت الشيخ عن الطريق إلى كوخ خشبي أعرفه من الرحلات الأولى مع أمي إلى هذه النواحي كنت أريد للشيخ أن لا يبتل لكن الشيخ لم يفهم وصاحبي أن أعود إلى الطريق سنصل إلى راسون في أقل من ساعة فإلى أين تذهب أجبته إلى كوخ يعصمنا من الماء لكن الشيخ لم يدرك ما قلته وعانته فاتجهت إلى كوخ الحج رفيثان هكذا سمعت أمي تطلق عليه هذا الاسم وصاح الشيخ الطريق من هنا فأجبته بل من هنا ومضيت راكبا رأسي ويبدو أن الشيخ يائث من إقناعي فأهوى بعاصه على رقبة الملساء وشعرت بألم شديد وانهقت محتجا لكن ناهيقي أغضب الشيخ أكثر فهوى ثانية على عنقي وهو يقول حا حا يا حمار من هنا وقلت من هنا من هنا إذا كنت لا تريد أن أحميك من البلل فأنت حر وأطعته ولم نعد نرى أمامنا وانخفضت الأشجار ودخلنا في غابة كثيفة وغيضة ملتفة حتى إن النور حجب تماما ولم يعد يرى الشيخ شيئا أما أنا فلم يتغير علي شيء ودوى الرعد وجفل الشيخ أما أنا فضحكته ولكنني ابتلعت ضحكتي من نصفها عندما رأيت بعض العصفير الصغيرة تلوذ بعشاشها مكنعشة تتوقع الأسوأ وبعض النمل يمشي في ثقوب الجذوع وبعض الديدان تلحث رطوبة الطين وبعض الحشرات تغدو وتروح سعيدة بالأجواء لاهية عما يمكن أن يحدث وقلت سوف يجرف المطر هؤلاء كلهم ودوى صوت رعد آخر وقصف قصفا شديدا وهزم هزيما منكرا وشعرت بجسد الشيخ فوقي ارتجف واغمطت عيني ليتخيله كان الفزع ينظر من خلال نافذتي عيني إلى الأفق والخوف يسيل على وجنتيه باردا مثلجا حتى إنه لا يتجمد أسفل الخدين وعصفور قلبه في قفص صدره راجف مخروع كأنه أصيب بضغطة القبر وسمعت جناحيه رفل ثاني ألف مرات في الثانية وهوى الشيخ من الخوف بالعصى على رقبتي وهو يحثني على المسير أسرع حتى نفلت من المطر ولكنه كان يسوقنا إلى حتسنا ولم أشأن أنال بزيدا من العصى فطاعته وهتفت الجاهل يسوق نفسه لتترد في الحفل وألقت السماء أثقالها وانصب المطر صبابا وفتح السحاب أبوابه فهوى بكل ما فيه وأسبغ المطر على الشيخ سرباله فابتل من أول دفقة وتوحوح الشيخ وابتلت كل ثيابه وشربت عمامته الماء شربا وخضها حتى أثقالها وسال منها إلى رأس الشيخ ودخل الماء إلى جسده وشعر الشيخ بالماء يتسلل إلى عضائه ويبللها وصاحا يا رب يا رب ورقضت بالشيخ عائدا إلى كوخ الحاج رفيثان ولم يقاومني هذه المرة وكان مشغولا باتقاء المطر الذي لم يرحمنا بيديه كأنهما تنفعان وابتل ظهري أنا وثقل الشيخ والحلس والخرج فوقه وشكل المطر مع الطين أرضا لازجة فكت أتحثر وأنا أهمليج بالشيخ إلى الكوخ وسال الماء على بطن خطوطا متعرجة سريعة كثيفا وشربت أوراق الكتب الأربعة التي كان يحملها الشيخ الماء فتداخلت حروفها وطريت أوراقها والتصق بعضها ببعض ولم يعد ممكن أن فتحها فأوقفني الشيخ ونزل مصرعا إلى شجرة قريبة ورفع حجرا إلى حجر وجعل ظهر أحد الحجرين إلى اتجاه المطر حتى يقي الكتب منه ثم أودعها تحته على أمل أن يعود إليها إذا طلعت الشمس وجففتها ولو بعد حين وكان الشيخ يجر نفسه جرا فقد صار وزنه ضعفي وزنه الطبيعي لتبلل جسده وثيابه كلها بالماء وكنت أنظر إليه وأشعر بالتشفي وأهدف لو أنك أطعتني من البداية لما حدث كل هذا ولكن غرور الإنسان مؤمن ويحجب عنه الحقيقة يظن أنه الوحيد الذي يعرف كل شيء وهو أجهل المخلوقات وأنه يحتكر المعرفة وهو أبعدها عنها وهتفت تستاهل هذه نتيجة العناد والتكبر ومضينا مصرعين ومن بعيد كان منظر الدخان المتصاعد من داخون كوخ الحاج رفيثا يبعث شعورا بالدفء والأمان وهرعنا إليه واستقبلنا على الباب وهتف الشيخ علي وعنقه فابتلى بالماء في لحظاته هل تعرفني سمعت أحد دروسك ذات مرة في مسجد الصوف القديم أدخل أدخل وخلع الشيخ كل ثيابه وبدى عاريا تماما وضحكت على قفاه الصغير وألقى إليه الحاج بعض سراوينه ليستر عورته ثم نشر ملابثه أمام الداخون لكي تجف وشمانت في البيت رائحة الشاعير في العلية ورائحة الطحين في الكورة ورائحة الكستناء في الكنزية ورائحة القطين في الجولاق ورائحة البن الأخضار في المحماص ورائحة الخبيصة المحلات بالقريش في البكسات المركوزات عند النملية ورائحة اللبن الخواثر في الشكوى ورائحة الخبز البائت في النافذة ورائحة روث الدجاج في القن وعشرات الروائح الأخرى وأخذت كل رائحة منها مكانها الذي لا تزاحمه رائحة أخرى في دماغه وقام الحاج إلى كنزية الكستناء فملأ المحماس بكمشة منه ومده إلى الداخون فشواه وتصعدت رائحة الكستناء مع رائحة بقايا البن في المحماس فانجدلت الرائحتان وكانتا شهيتين بالمقدار الذي أسال لوعابي طويلا قبل أن أحظى ببعض تلك الحبات الساخنة فآكلها بشهية كبيرة وقال الحاج نم يا شيخ أنت وحمارك الليلة عندي وغدا تبلغ راسون وغيرها وقابل الشيخ دون تردد وفي الليلة قام الشيخ فصلى وقرأ سورة يوسف وبكيت أنا وأنا أسمع السورة منه أكثر من ثلاثين مرة وكنت أبكي براحتي لأنه لا أحد يراني في الظلام وكنت مع كل موقف أبكي فيه أنظر من خلال دموع الغذيرة إلى الشيخ فلا أرى عليه أي علامة من علامات التأثر وقال الحاج للشيخ بعد أن أفطرنا لبنا وخبزا طازجا صنعه الحاج بنفسه رافقت كالسلامة ونهقت قل رافقتكم السلامة ومضينا في الطريق أطين في كل مكان ولكن السماء كانت قد كفت عن البكاء والسحب تحلق عاليا وشقشقات العصافير مسموعة من بعيد وعبرنا طرقا قديمة عبرنا بئر الداية وطريق الرومان المرصوف وسمعت أصوات آبائي وأجدالي تختارق الأثمنة السحيقة وتصعد من الآبار وتملؤ أذني وصلنا إلى راسون مع الظهر ودخلنا المسجد وصلنا ببعض الناس وقرأ عليهم قصة محمد بن هشام بن عبد الملك الذي طلب من والي راسون في العصر الأموي أن يتركها ليذهب إلى مصر التي هي يومئذ أكبر البلدان وأهمها ففضل واليه راسون مع صغرها على مصر كلها وعاتب الأمير ببيت من الشاري قال فيه أترك لي مصر لراسون حسرة ستعلم يوما أي بيعيك أربحه وسر الناس بحديث الشيخ وسررت أنا وحفظت كل ما قال وكان الشيخ يدرس من عقله إذ إن كتبه الأربعة ظلت خلف الحجرين تحت تلك الشجرة وقبل أن نمضي من راسون حمل الشيخ معه من مكتبة مسجدها عددا آخر من الكتب دون أن يستأذن أحدا قائلا المعرفة للجميع ومضينا صاعدين جبل الخسة وقبل أن نفعل شعرنا بالعطش فمال الشيخ واملت معه إلى عين راسون ونزل الشيخ من فوق ظهري يرقض نحوها مبتهجا وسابقته إلى العين ووصلت إليها قبله فجثوت على ركبتي وجث الشيخ على ركبتي وأدنيت رأسي من الماء وأدنى هو كذلك رأسه وبدأ عنقه مع جذعه مثل عنقي والتفت نحوه فندت مني ضحكة مرحة لقد كان الشيخ يشويهني تماما كانت العين صافية تماما وعلى مرآتها النقية ارتسمت لوحة السماء بكل تفاصيلها ولما نفقت في الماء تراج رجت الصورة فساحت لوحة السماء وترقصت في الماء حتى أحسست بأن الشمس اللطيفة تداعب ظهورنا وغطصنا فوهينا في الماء وشربنا معا من العين متلذذيني وقلت له هنيئا فلم يرد لقد أصابته سكتة لم يكن يدرك أنني مع طول عشرتي له صرت أتحدث بلغته وهتف أنت تجيد العربية فارفعت رأسي عاليا وضحكت وهل تظن نفسك الوحيد الذي يجيدها إن العربية مشاع للعاشقين وأنا من عشاقها يا سيدي فضحك وقال جميل يا حمار العربية ثم صعنا الجبل وبدت من بعيد أشجار برقش وحل علينا المساء ومن خلف الجبال الشاهقة كانت الشمس الخفيفة ترحل وكان الغروب أرجوانيا والأفق مرآة يثيل فوقها دم في كل مكان والهواء ينقل رائحة أشجار الصنوبار القادمة مع النثيم من برقش وصبغ الغروب السماء بلونه الكرمزي فشممت رائحة الكرز الأحمر تنعصر من بين أسناني فتسيل على شفاهي ملطقة فمي بالدم واختلط اللون مع الرائحة وشكل ذلك مزيجا بث فيه قوة غريبة لمواصلة السير وبحثنا عن مبيت مع انتشار الظلام الكثيف وجذبت الشيخة وقلت اتبعني ولم يسمعني وظل واقفا في الغابات يجول بنظره لعله يرى ضوءا أو دخالا يدل على أن أحدا يقطون في هذه الناحية ولكنه لم يرى لأن حدود نظره قصيرة قصيرة جدا ومعذور بسبب غلاء للظلام الثقيلة أما أنا فرأيت وخفت أن قضي الليلة في العراء وتهاجمنا الكلاب والذئاب فسرت به رغما عنه إلى مصدر الدخار الذي شممته في الجهة الغربية وكانت أقرب رائحة لخشب يحترق في داخل في تلك المنطقة واستسلم الشيخ لي ووصلنا إلى البيت مع حلول العشاء وفتحت لنا عجوز هريمة وقلنا لها نحن غرباء فردت بيتي مفتوح للسالكين وشعرت بأنها من نسل رابعة العدوية أو عائشة الباعونية ودخلنا فعشتنا وسقطنا ونمنا في كنف الدفئ حتى إذا كان الغدو وانتشر طائر الضوء في الأفق استأذناها في المغادرة وشكرناها على حسن الضيافة ومضينا إلى غايتنا وما أبعد الغاية للسالك إذا كانت النفوس كبارة الشيخ يهرمه الشتاء ومرجا على تجاويف منحوتة في الصخر وأبواب مقدودة ذواياها متقنة كأن مهندسا أو فنانا قام بنحتها ودرج مقطوع فيه كأنه عمل الليلة وعرفت أنها كهوف الرهباني كانوا يأوون إلى هنا هربا من طغيان البشر وما ضرهم لو صادقوا الوحوشة بدلا منهم ولم يدر الشيخ فيما عملت هذه المغر الخاوية وعن بباله أن يدخل فيراها فلوى عيناني فأطعتهم وكانت جدران المغر سميكة جدا ولما دخلناها لم يرى فيها الشيخ شيئا يستحق ولكنني رأيت طيوف الغابرين وأرواح النساك والزهاد الذين عمروها وتلوا فيها الصلوات وانقطعوا لله يرحمون أرواحهم من خبث ما يصنع البشر وخرجنا مصرعيني فقد كان الشيخ ينوي أن يصل إلى كرة عجلون العالية ليبشر في مساجرها وأسواقها وخرجنا من الغابات إلى الإسفلت ونحن نتجه جنوبا لنبلغ القلعة ومررنا في الطريق بفجال يعرض بضاعته على جانب الطريق فوق بستط خشبية وكان اللون الوردي للفجل مغريا والزهرة البيضاء جذابة والجرجير الأخضر ذابحا وكان المطر يهطل خفيفا فيتذرذر فوق حبات الفجل ويدرج من تحت أطرافه قطارات قطارات كأنه لؤلؤ يتناثر عن يقوت وكانت روائح الثلاثة تسير في الهواء كأنها أنغام سائلة وتدخل منخارية فأغمض عيني من اللذة وقلت لو قضمت قليلا من الفجل فلن أضر أحدا وهممت بذلك فعلا ومضيت إلى البستاط فلوى الشيخ لجامي وقال لي من هنا يا حمار فاستجبت له تقوى من الله لا خوف من الشيخ وصعدنا صعدات سامقات كأننا نفر إلى الشاهق من كل شيء فلما مضى على صعودنا زمن غير خليل سكن الجو في لحظة ساحرة لم يكن هناك من صوت أبدا سكن كأن الأرض التي كانت تدور في فلاكها أطفأت محركاتها فلم يعد يسمع إلا الصمت ونظرت في الأفق فرأيت السحب كأنها ملائكة تصعد إلى السماء وتطوي صحائفها ونظرت في الآفاق فرأيت السحب كأنها ملائكة تصعد إلى السماء وتطوي صحائفها وبيض الهواء فعلمت أن الثلج قادم ونصبت أذني فأيقنت أن العاصفة ستكون شديدة وقلت للشيخ العاصفة فنزل من على ظهري ونظر فلم ير شيئا فقلت إنني أرى ما لا ترى فهل تعرف كهوفا في هذه الناحية نأوي إليها ريثما تمر العاصفة ولكنه لم يأخذ كلامي على محمل الجدي وهتفت في نفسي ماذا أفعل لك أيها البشري هل علي أن أنتظر معك وقوع الكارثة حتى تنشب فينا أكان هذا قادرنا نحن الحمير معكم أنتم البشر لماذا لا تتعيضون إلا بعد أن تحيق بكم الكوارث ورفعت صوتي حتى يسمعني ها أنا ذا أحذرك العاصفة القادمة لن ترحم أحدا فاستهزأ بي وهل أنت نبي فقلت لا ربما أكون نبيا للحمير أمثالك ونهقت حتى أزعجه نهاقي فاستسلم أسكت أسكت فكررت هل تعرف كهوفا في هذه الناحية لنختبئ فيها فرد غاضبا أنت النبي لست أنا وركبني ثم أسرعت السير به إلى حيث قادنا إلى مغر كان بعض الفدائيين ينامون فيها ويخططون لعملياتهم قبل أن يخرجوا منها إلى الصهاينة والإنجليز وعرفتها من بعيد شممت رائحة إخوة الحمير الذين كانوا يحملون المتفجرات على ظهورهم انطلاقا منها وقبل أن نصل إليها بساعة لم يكن يسمع إلا وقع حوافري على الأرض وصوت لها ثنى معا ونحن نسابق الزمن إليها وبدت السماء تندف السماء لا تنتظر أحدا وعدها قادم وراح شالها الأبيض ينثر الفلج بسرعة وتغبشت الرؤية وتكاثفه طول الثلج وبدت الأرض تلبس البياضة في كل بقعة والشيخ يحثني هيا أسرع وهمنت بأن أعضه لقد كنت تستهزئ بي وبنصيحة قبل قليل ووصلنا إلى صف المغارة تفغر أفواهها كأنها تهم بابتلاع القادمين إليها فقصدنا مغارة فمها ضيق لأنها أحصن ضد العاصفة من سواها ودخلناها ونحن بيض القشور ورح الشيخ يمسح عني وعنه ندفات الثلج واسترحنا في قلبها كانت جدرانها تحمل شعارات ثورية بعضها محفورة بالأذامير على الصخور وبعضها منقوشة بالدم وقد مر عليها ذمن فلم تعد تلك الشعارات مفهومة ونظرنا من فم المغارة إلى الخارج فإذا حبات الثلج الصغيرة تتماواج في المدى تسقط صراعا كأنها لولا اللون أوراق الخريف قد نثرتها الرياح أو حبات الرمان قد فرطتها يد عملاقة وراحت قدرة الأشجار تختفي شيئا فشيئا أمام دياح اللون الأبيض وفي الجبال البعيدة البعيدة حتى انقطاع النظر كان الأفق يبيض والشجر يبيض والأفق يبيض والهواء يبيض وكل شيء يتسربل بالبياض وراح اللازرد يذوب هو الآخر في البياض ونحن في الداخل كنا نرتعش من البرد ونبتهج من البياض ولم تظلم الدنيا تماما إلا وباب المغارة قد تكدس الثلج أمامه فغطه عن آخره واستمرت العاصفة الثلجية أسبوعا كاملا وحبثنا في المغارة حبثنا سبعة أيام كاملات بلياليهن الجليدية وكان معنى اثنتا عشرة حبة من التمر ورغيفان من الخبز وخمسة كتب وهذا كل ما كان معنا وقسم الشيخ الطعام على الأيام فأخذ التمر فأكل في يوم الأول أربعة مرات قسمها اثنتين للفطور واحدة للغداء والرابعة للعشاء وفعل ذلك في اليومين التاليين وترك لي رغيفي الخبز فقسمتهم بنفسي على الأيام الثلاثة وظننا أن العاصفة لن تدوم أكثر من ثلاثة أيام على أبعد تقدير فلحن لسنا في سيبيريا القاسية بل في عجلون الحنونة ولا أدري كيف فاتني أن أعرف أنها ستستمر أكثر من ذلك ولكن لكل حمار كبوة ولكل عالم هفوة كما يقولون وكنت أقدر من الشيخ على احتمال البردي وقال لي في ليلة اليوم الثاني أنا لا أحس بأصابعي وكانت في طريقها إلى الموت فجمعت ما في صدري من هواء حار ورحت أنفخ عليها حتى انحل الدم المتجمد فيها وعاد إليه الشعور بها وفعلت ذلك أكثر من مرة في الأيام الصعبة التي قضيناها هنا وسمعت الشيخ في إحدى ليالي الصقيع يهذي وهو نائم بهذه الكلمات إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء وأردت أن أقول له لو كان شتاء لك نهينا ولكنه ثلج وجليد وسقيع ولم أعد أقوى على الاحتمال فكيف بالشيخ المسكين وأردنا أن نغامر في اليوم الثالث بعد أن نفذ الطعام فنخرج لنجرب حظنا فلم نستطع أن نزحزح الثلج عن باب المغارة بوصة واحدة إذ بدأ أن بابها قد سد بجبل كامل من الثلج في اليوم الرابع بدأ الجوع يهزلنا ورحنا نبحث في زوايا المغارة عن شيء نأكله فما وجدنا إلا الترابة وبعض الروث القديم الذي خلفته حمير الثوار قبلنا وبدأ أن الموت يغازلنا وكان لابد من مقاومته فقلت للشيخ هل ما أحدثك فقال تحدثني فقلت أن أعلم بالحديث منك ولم تكن لدى الشيخ طاقة بالجدال فهز رأسه مستسلما فحدثته حديث الحمير الذين كان الثوار يحملونها بالمتفجرات فتنضي بها عبر هذه الطرق الوعرة في هذه الجبال إلى مكا من الصهينة فتنفجر في وسط الكمين فتستشهد وتقتل العدو وقلت له متفاخرا نحن أقدم الفرق الاستشهادية في العمليات الثورية في التاريخ وهذ الشيخ رأسه متعجبا وأردفته ولكننا لم نكن نحمل المتفجرات فحسب بل كنا نحمل الطعام والغذاء للمقاتلين ونحن حمينا إخواتنا في المقاومة الفلسطينية من الموت مرات عديدة وأمددناهم بالمعلومات وبالطاقة وبالأمل لكي يستمروا في نضالهم ولولانا ولا فخر ما حققوا عشرا مما حققوه بالفعل وسر الشيخ وأردفته وسأحدثك بقصة عجيبة بطلها حمر في الحرب العالمية الأولى إن طال الأمد بنا هنا كثيرا واستوى الشيخ قاعدا وقد تشجع لمعرفة القصة فقلت له إنك مرهق وسأقصها عليك غدا بإذن الله والآن نم فإنك بحاجة إلى الرح ونفقت على وجهه من رئاتي الحارتين وعلى صدره حتى شعر بالدفء والأمان وبقيت عند رأسه ساعة وأنا أمده بهواء الحار حتى نام وقبل أن يسقط في بئر النوم كانت عينه تقولاني أشياء كثيرة فهمتها عنه دون أن تتحرك بها شعرات في اليوم الخامس كنت أخذ من بعض الثلج المتراكم على باب المغارة فأنفث فيه هواء صدر الحار حتى يذوب قليلا ويتمكن الشيخ من شرب الماء كي أحافظ به على حياته وكان الشيخ إذا شد به سعرة الجوع أخذ طرف كمه أو جانبا من قفطانه فعضه بأسنانه وهو يتأوه وفقدنا بعض التركيز لشدة الجوع وبدأنا نهدي فقال الشيخ أنت حمار فقلت أنت إنسان فرد وهو يضحك ولا يقدر على الضحك سنموت هنا فأجبته إنه أفضل مكان يمكن أن نموت فيه لا عدو لا مرض لا سرطان لا وحوش لا كلاب لا ذئاب فقط معنى الله فما أحسنها من ميته ومد يده فمسح اللعاب عن فمي وقربه من شفتيه فلعقه وقال ما أطيب ريقك وفي اليوم السادس تكومنا على أنفسنا ولف الشيخ قفطانه عليه وانتظر الموت وغط في النوم وهو يحلم به وتذكرت شيئا فقمت إلى الزاوية البعيدة وبحثت عن بعض روث إخوتي من الحمير السابقة فوجدت بقايا قليلة فتناولتها بشفاه وأكلتها وقربت شيئا منها للشيخ فقلت له كل فنظر الشيخ بعيون توشك على الانغلاق وسأل بصوت أقرب إلى الهمس ما هذا إنه روث الحمير التي سكنت هذا المكان من قبلنا واستعاد بعضا من غضبه الفطري وهتف تريد مني أن آكل خراء الحمير فقلت أولا هذه الحمير استثنائية فهي حمير مجاهدة واستشهادية ثانيا روثها غني بالبروتين والحمضيات والفيتامينات ثالثا الموت أم الخراء فأجاب دون تردد بل الخراء وأكل منه هنيئا مليئا ومن يدري أن ذلك الخراء كان تعويذة النجاة من الموت وفي اليوم السابع لم يعد من روث في الزوايا فقلت للشيخ قرب كتبك الخمسة فاستغرب الكتب نعم وماذا تريد منها هل تريد أن تقرأ لي قربها وستعرف فقربها فقلت له اختار منها ما تريد اختار منها لأي شيء لكي تأكله واستنفر واستوحش واستغرب واستفز فأردفت صحيح أننا سنصاب بالمغاص بسبب الكيمويات في الحبر الموجود فيها ولكن ورقها أمه الخشب والخشب لن نعدم فيها فائدثا وتردد فقلت إنها خمسة كتب في تصانيف متنوعة فماذا تختار فظل صامتا كأنه حجر وقلت أما أنا فأختار كتاب الفلسفة ومددت رأسي إليه ورحت أقطعه بأثناني وأزدرده فما مضى وقت قصير حتى كنت قد ابتلعته بالكامل وأما الشيخ فاختار كتاب العقيدة ففعل ما فعلته ولكنه لم يقو على أن يأكله كله وصارت الفلسفة في بطني وصارت العقيدة في بطني ومن يومئذ أطلق علي لقب الفيلسوف فقد كنت قد هضمتها في تلك الليلة بشكل تام وأما عقيدة الشيخ فقد كانت ناقصة فإنه لم يجرء على أن يهضم كل ما في كتابها فأكل بعضه وفرط في بعضه الآخر وفي اليوم الثامن كنا موتى إلا من خيط رفيع وصحوت قبل الشيخ ونظرت فإذا هو على رقدته لا يحرك ساكنا وأرهفت سمعي فسمعت صوت ماء فقفز قلبي بين ضلوعي وعرفت أن الشمس أم الحياة عادت لتنقذنا من الموت كانت أشععتها قد آذابت في الليلة السابقة كثيرا من الثلج واليوم جاءت لتفتح لنا باب المغارة وهرعت إلى ذلك الباب فبحثت بحوافري فإذا الثلج لين وإذا أكثره في الخارج قد راح يذوب فإيقظت الشيخ وهتفت به لقد نجونا ففز بكل ما تبقى فيه من قوة وبقينا أكثر من ساعتين ونحن نفتح لنا طريقا للخروج وخرجنا فرأينا الكون لم يتغير عليه شيء غير عابئ بأحد ولا مباليا بمخلوق بيت الرب لكل من أحب وكانت أقدامنا تغوص في الثلج وهو يتكسر من تحتنا وفرح العصافير فوق الأشجار يبدو في ذقزقاتها وكانت الشمس تقول لنا امضوا فإنه قد كتب لكم حياة جديدة ومضينا ونحن لا نصدق أننا نجونا بالفعل ولعبنا بالثلج كالأطفال يوما كاملا وصادفنا في الطريق فلاحون عابرون فعطونا طعاما وشرابا وجادوا علينا بما يكفي لأننا حبث أسبوعين لو شاء الله لنا ذلك ومضينا واكتنفتنا بعد مسير طويل غابة لفاء بالقرب من القلعة ونحن نصعد إليها في التراب وداهمنا قطيع من الكلاب السوداء ومن الشجاعة أن أعترف أنني أخاف من الكلاب بخلاف كثير من الحمير ولا أدري لماذا فلما رأيت القطيع كأنه خيول جامحة يركبها جن أزرق تهجم علي هربت ثم هربت نعم هربت ليس جبنا ولكن الروح غالية البشر لا يقدرون نعمة الروح ولا يعرفونها كما نقدرها نحن ونعرفها هربت بالشيخ في اتجاه لا أعرفه ولا يعرفه الشيخ المهم أن أهرب ولأن بصيرتي عميت في تلك اللحظة اكتشفت أن هروبي كان إلى طور إلى حد جبل شاهق على جرف هار تحته واد سحيق والشيخ يصرخه هش يا حمار يا حمار هش وأنا عن صراخه في شغل حتى إذا أشرفنا من الجرف على الوادي شهقت ونخرت وجحضت عين الشيخ من هول المفاجأة وراح يشتم ولكنني تمالكت حوافري فحبستهما في الأرض ولكن الأرض كانت طينا زلقا فتزحلقت حوافري الأمامية وبحثت في أقل من ثانية بعيني عن صخرة ناتئة قليلا أحبس خلفها قوائمي أو أبرك فوقها فوجدتها فسارعت بوضع قائمتي تحتها فاختل توازني فألقيت بالشيخ من فوق ظهري فطب على الأرض طبا شنيعا وندت منه صرخة عالية وهوى نعم هوى الشيخ مات صرخت الشيخ أكلها وهوى أكثر وكاد قعر الوادي الساحيق يجذبه إليه لولا أن جذع شجرة من تلك الأشجار التي تنبذ من بين الصخور حامته فتعلق بها وظل الشيخ ينظر إلي مذعورا وأنا فوقه ولم أدري ما أفعل فمددت عنقي لكي أعض على يده فأخرجه بقوة قوائم الأمامية بعد أن أرقذهما على الصخرة الصغيرة الناتئة من تحته ولكن عنقي لم يكن لي أصل إلى الشيخ وراح الشيخ يجأر إلى الله اللهم لا تهلكني بذنوبي يا رب الأرباب وراح يتوسل حتى إنه بكى بكى بحرقة وراح صوته يخرج ممغوطا من خلال بكائه أعرف أن ذنبي عظيم ولكنك رب رحيم فسألته ما ذنبك فصرخ مرعوبا اذهب واطلب لي النجدة فقلت إلى أين فقال وهو يتأرجح مثل بعرة في قف الشات إلى أي مكان إلى أي شخص يمكن أن يساعدني وشد أكثر على جذع الشجرة التي يتعلق به فقلت لهم يا شيخ ما ذنبك الذي بسببه واقعت في هذه المصيبة فحمر وجهه واضبا وقال هل هذا وقته اذهب أيها اللعين واطلب لي النجدة فأرحت قوائم الأمامية على الصخرة وأخذت نفسا عميقا وقلت لن أذهب قبل أن تخبرني فجن جنونه وهم أن يرميني بالرصاص لو كان يملك مسدسا ولكنه حتى لو كان يملك فلن يفعل لأنني أنا خيط نجاته الوحيد الذي عليه شاء أم أبى أن يتشبث به وقال لي هذه المرة بلهجة أقرب إلى الإنسانية يا حمار العزيز إن الله أمر بالستري وإنني بالفعل أذنبت ذنبا عظيما ويكفيك مني هذا الاعتراف وإن الاعتراف لا يذل كبرياء الرجال والآن اذهب رحم الله والديك فقلت لن أذهب ها 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 وأملت رأسي إلى بطني وتصنعت النوم فبكى وارتخت يده القابضة على جدع الشجرة فتأرجح قليلا فانخلع قلبه فاستسلم وهتف لقد قتلت زوجتي وصعقت من الخبر ولم أكن أعرف أن للشيخ زوجه ولم أصدق أن هذا الشيخ الذي يأوم الناس في المساجد ويطوف القرى يبشرهم بقرب يوم القيامة قد قتل زوجته هذه وسألته لماذا قتلتها وبكى مثل طفل هذه المرة وقال هل ستفتح معي تحقيقا أنقذني وأعدك أنك إذا أنقذتني وأعدتني إلى سوف أن أخبرك بكل شيء وعد وعد ورقدت عائدا عن الطورة ودعوت الله ألا أجد الكلاب في طريقي ورقدت حتى وصلت إلى سوق عجل قديمة عند ساحة المسجد فإذا الناس لاهية تروح وتجيء وتصح على البضاعة ورأيت الناس يومئذ على صورتها الطبيعية بيع وشراء وصياح وهياج وجدال وأيمان وضحك وغضب وسباب وتلاع والناس تشتري وتبيع في صحن المسجد ويدخل السوق كل أحد ولا يدخل المسجد أحد ثم يناديها مناد من تحت التراب بعد انتهاء البيع والشراء يسمعه كل من باع واشتر ويلبيه دون أن يدري كيف كان هذا الصوت الذي لم يتخلف عن إجابته أحد مهما باع واشتر هو صوت النوت في المقبرة التي لا تبعد إلا خطوات عن ذلك السوق وعن ذلك المسجد وصحت في جمهرة من الناس متجمعين حول باع قردة الشيخ الشيخة ولم ينتبه لي أحد فقد كانت الكيذان والنحاثيات والآنية المعروضة وقرعتها تحجب صوتي عنهم لكنني صدحت الشيخ الشيخة وانتبه إلي أحدهم ولم يصدق أن حمارا يتكلم فأرضفت حتى أقضي على شكوكه الشيخ الشيخة فالتفت حوله مذعورا ثم حد قفيا وهتفت من جديد نعم أنا الذي أتكلم هيا بنا إلى الشيخ واقترب مني حذرا هل أنت بشريون لا أنا حمار حمار ويتكلم لغة البشر قدرة الله يا سيدي معجزة عبقرية حمار سميها ما شئت اوه ابن من أنت وماذا فعلت حتى مسخك الله على هيئة حمار وأغضبني قوله هذا فهتفت وأنا أكز على أثناني الكبيرة ربما أنت الآن حمار مسخك الله على هيئة إنسان وتوقعت منه أن يغضب لكنه لم يفعل وبدل أن يغضب راح يقهقه حتى جاذب انتباه الكثيرين في السوق وهتف حمار ضريف على كثرة الحمير التي صادفتها في حياتي لم أجد أظرف منك واقترب من أذني وهمس فيهما همسا دافئا قل لي ابن من أنت ومن أي عشيرة وسأكتم السرة وضحكت بدولي فلم يكن يدري أن التفاقر بالأنساب والكبرت على الخازوخ كما يقولون لا تكون إلا بين قليل العقول من البشر أما نحن الحمير فنتفاضل فيما بيننا بالعمل وبقدراتنا على الإنجاز واقتربت أنا منه بدوري وتحركت في غريزة العض وتخيلت نفسي أقدم أذنه وطارفا من وجهه ولكنني تعوذت بالله من شياطين الإنس وهمسته والآن دعك من هذا العجب الذي لا طائل منه وتعال معي إلى سيد الشيخ إنه على حافة موت ويحتاج إلى من ينقذه وبانت هذه المرة في وجهه علامات الجدي وقال هل أنا حمار حتى أرد عليك واستدرت معطيا إياه قفيا واستعددت حين رفعت رجلي الخلفيتين أن أرفصه فأطيح بأسنانه في ضربة واحدة ولكنني قلت لا لعله الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الشيخ فهو مفتول العضلات وفي أواخر العشرينيات من عمره وتتوفر فيه أسباب النجاة وتخيلت الشيخ وقد ازرقت ذراعاه وانحبس الدم في وجهه وهو متعلق في غصن الشجرة ويرى الموت من تحته وحشا فاغرا فاهو يكاد يلتقمه فاكتفيت من فهم هذا البشري الفضولي بهذا الحديث ومددت فمي إلى كم قميصي فسحبته بفمي وجررته بقوة وأنا أقول ليس الوقت وقت فلسفاتك هيا بنا فصاح سأذهب معك سأذهب ولكن دع كمي وأركبته فوقي ومضيته وفي المحل التي تنتشر على جانب الطريق الصاعد إلى جبل الهاوية مددت عنقي إلى أحد الحبال المعلقة أمامها وبفمي أخذت حبلا من هذه الحبال التي تربط بها الخياش على البغال وقلت ليسامحني الله على هذه السرقة الصغيرة لكنها وسيلة لإنقاذ روح آدمي يستغيث وطرت بالفتى إلى الجبل فلما سمع شيخ أصواتنا وكان على واشك أن يتردى في الوادي فتندق عنقه ويتمزق لحمه على الصخور استبشرة وتشبث بالحياة أكثر وأنقذناه أنا والفتى الغريب ولما رأى الشيخ أنه أفلت من الموت بعد أن رأاه آلاف المرات في سقطاته هذه وتنفس الصعداء وأدرك تماما أنه نجى قبل يد الفتى الغري وشكره قائلا أنا مدين لك بحياتي ثم ركباني وأهملني تماما ولم يقل لي كلمة شكر واحدة وبكيت في دخل من نكران الشيخ لإنقاذ إياه ولم أسمع منه وهو يهمز بكعب كندرته بطني ويضربني بعصاه بين أذني إلا كلمة حاه يا حمار يا حمار حاه ومرنا في الطريق على كنيسة وفوتنا الشيخ بالعلم الذي عنده وكاد يقول أنا أعلم أهل الأرض فقد انقطعت القراءة والتدريس ما يربع على نصف قرن وضحك وقال سأدخل إلى هذه الكنيسة وأناقش القصة فيها وسأتغلب عليه فقلت له إن كان هادفك أن تتغلب عليه فقد هزمت نفسك من البداية لأن انتصار المخلوق لنفسه علة الخسارة أما إذا كان هادفك معرفة الحق والحقيقة والانتصار لهما فستكون لديك فرصة للفوز واستخف الشيخ بقولي وسمعته يحدث نفسه ماذا يمكن أن يصدر عن حمار ولويت عنقي بعيدا وهو ما زال يحثني ملوحا بقبضتي في الهواء ومتوعدا القصة بالبراهين الساطعة وأردت أن أقول له المراء لا يأتي بخير فدعك من هذا كله ولكنه أبا وضربني ثانية بين أذني فغضبت ولكنني كتمت غضبي وتمنيت في أعماقي أن يهزم الشيخ ثم استغفرت ربي من هذا الخاطر ودخلنا الكنيسة فإذا بهوها وسيع وسقفه عال ونوافذها ملونة وقناديلها مدهشة وجدرانها تمتلئ برسومات العذراء والمسيح وعدد لا أحصيه من القديثين وفي قلب الكنيسة رأيت المذبح هكذا يسمونه على ما أظن والعلم عند الله وفي المذبح صلبان كثيرة وتماثيل أكثر وبين نوافذه أيقونات أيضا وشعرت أنني في متحف من القرون الوسطى كل هذا عاينته من الباب الكبير قبل أن ندخل إلى الداخل ولو الشيخ عنقي وذهب بي إلى مربط أسفل الكنيسة لكي يربطني هناك ويدخل وحده وهتفت في نفسي كم أنت أناني وعانت الشيخة فلم أطاوعه وصلصلت فملأ نهاق المكان وتردد في أصداء الكنيسة الواسعة العملاقة وانتبه القص فجاء مهرولا وهو يسأل ماذا هنالك ورأى الشيخة فرحب به وقال له الشيخ أنا أريد أن أربط هذا الحمار في الاستبلي وهو يصر على دخوله فابتسم القص وقال بيت الرب لكل من أحب فقلت في سري قص طيب وكلام عذب وهتف الشيخ ولكنه حمار فرد القص ولكنه خلق الله فدعه لكي يراه ثم إنني دخلت ورحت أتفحص المكان من ذاهلا بالتفاصيل التي أراها وشد انتباه تمثال متقن الصني ويبدو صاحبه فيلسوفا من خلال نظاراته المتأملة والكتب التي يحملها أسفل بطنه قريبا من سراته أو عورته التي يسميها بعض البشر الحمامة لا أدري بالضبط فاقتربت منه فقرأت على قاعدته القديث تومى الإكويني وفحصت ذاكرة ومرت تلك الذاكرة على كل الذين كان سنهم تومى في التاريخ فعثرت على كثيرين واستخرجته من بينهم وعزمت إن أنا عدت مع الشيخ إلى صوف أن أطلب منه أن يقرأ لي كتابا من كتبه في الفلسفة وسمعت الشيخ والقصة يتحاوران بهدوء فيما بينهما ورأيتهما يطفان بتؤادات في أبهاء الكنيسة وكان يمثلان مزيجا رائعا وصورة متماوجة جميلة الشيخ بقفطانه والقص بجلبابه الشيخ بعمامته والقص بقلنسوته الشيخ بالمسبحة التي تطويق عنقه وتنسدل على صدره والقص بمسبحة مثلها تماما تنتهي بصليب يستقر بطنان على صدره قفطان الشيخ كحلي وجلباب القص أسود عمامة الشيخ بيضاء وقلنسوت القص قرمزية مسبحة الشيخ بنية ومسبحة القص حليبية ورأيتهما ينظران إلى بعضهما بود حتى إذا مر بعض الوقت في تأملات في موجودات الكنيسة سمعت صوتهما يعلو ورأيت جدا لهما يحتد وإذا بعبارات الغضب تصدر من الطرفين وقلت البشر هكذا لا يدوم اتفاقهم أكثر من زمن الخطوات التي يذرعونها في مسجد أو كنيسة وسمعت الشيخ يقول سنحكم الحمار في هذه المسألة ويرد القص عليه مندهشا الحمار نعم الحمار ألم تقول إنه خلق من خلق الله وسمحت له بدخول الكنيسة فلماذا تغيرت الآن لا لم أتغير الحمار الحمار ناديه ليحكم بيننا نادي حمارك القاضي أو قاضيك الحمار ورأيت الشيخ يشير إلي من بعيد وكنت لا أريد أن أستجيب لهما ولكنني استجبت لأنني نويت أن أعلمهما درسا لا ينسيانه ولما صرت ثالثهما بدأ الشيخ فبساط حجته ثم جاء دور القصة فبساط حجته فلما أنهى كل ذي حجة حجته درت باتجاه الشيخ دورة كاملة ورفعت ذيلي ونصبت قفايا ثم ضارطت ضرطة ارتجت لها قناديل الكنيسة وقلت له قد حكمت فذهل وإن كان ذؤول الشيخ أقال وقال القصة إن حمارك هذا قليل الأدب فدرت مثل الدورة الأولى وضارطت مرة أخرى وأنا أرفع رجلي الخلفيتين وأدير قفايا بحيث تصبح الضراطة في وجه القصة مباشرة وقلت حكمت ثم أنزلت رجلي واستغرقت في الضحك وخرجنا مطروديني والشيخ يضحك معي ولو كان حمارا مثلي لبانت أسنانه الأمامية مثل حبات الفول وهو يشهق من شدة الضحك البشر ينسون الحمير لا تنسى ومرنا على بركة ونحن عائدون بركة لم يصنعها البشر ولكن صنعها تجمع مياه السيول في منخفض أسفل الجبال ونحن قافلون من القلعة وقلت للشيخ فلنسبح ورد الشيخ استحي فاحتججت وهل في قولي عيب؟ كل العيب كيف؟ أنا عجوز وأنت تريدني أن ألهو كالأطفال يبدو أنك لا تجد السباحة وأنك خائف وأثار ذلك حفيظة الشيخ فخلع في البرد قفطانه وفك سراويله ورمى عمامته وقفز في الماء دون أن يفكر وصحت رائع رائع إنك تبدو مثل مراهق واستبد بي الحماس فنثرت البردعة عن ظهري وقضمت الحبل بأسناني ورقبت إلى البركة وغطست مع الشيخ ورحنا نسباح مبتهجين وكانت الحرارة تقترب من الصفر وفكرت بعد أن قطعنا أنا والشيخ عدة أشواط في البركة يا لنا من مجانين ولما خفت حماسنا تسللت إلينا البرودة فهممت عن أخرج من البركة قبل شيخ فقد بدأ البرد يكسر عظامنا وعرفت أن الشيخ قد ناله ما نالني وفجأة سمعنا صياح أطفال من العشيرة التي تسكن هناك وكانوا فيما يبدو يتلصصون علينا فلما ألفوا ثياب الشيخ والبردعة ملقيات بإهمال في الخارج رقض أحدهم فأخذ ثياب الشيخ القفطان والسراويل والعمامة ولفها تحت ذراعيه وأطلق سيقانه درريح وهو يصيح وجاء الثاني فأخذ البردعة وكانت ثقيلة عليه فجرها جرا وراح يهرب وصح الشيخ بهم يا أولاد يا أولاد أتركوا لنا الثياب ولكنهم بدل أن يستمعوا له راح بعضهم يقهقه بصوت عال ونظر الشيخ إلي وأنا في حيرتي فصرخ به ماذا تفعل أيها الحمار هيا الحق بهم فرددت ولماذا لا تلحق بهم أنت فاغتاضى ونشق أنا عال يا أحمق وأغضبني نعته لي بالأحمق ولكني اتلعت الإهانة وخرجت من البركة ولحقت بالأولاد فأما الذي سارق ثياب الشيخ فقد سقطت منه العمامة ونفذ بالقفطان والسراويل وأما الذي جر البردعة فقد أفلتها قبل أن أهوي عليه بثمي فأعضه في كتفيه وهكذا التقمت العمامة ولففت بأسنان خيط البردعة حول حافري وعدت بهما وخرج الشيخ من البركة يرتجف من البرد والغضب وصرخ أولاد الحرام أخذوا ثيابي فقلت مازحا لقد أبقوا لك العمامة فاستشاط الشيخ غضبا أتهزأ مني أنت الآخر لو لا تحديك لي لما راضيت أن أنزل إلى البركة فأسبح أنا حمار عندما استجبت لحمار وأردت أن أخفف عن الشيخ ما هو فيه فقلت يا سيدي تشرفنا بك عضوا في مجتمعنا مجتمع الحمير فزاد ذلك من هياجه وسألني ما العمل فقلت نسارع بالعودة إلى صور هكذا فقط بالكلسون والعمامة لن ينظر إلى جمالك أحد ولن ينتبه لو أساماتك مخلوق ولكنني سأموت من البرد إذا رقضت بك أدفأتك واستدفأت ولكن ألم تمر بك أمك على أحد في هذه النحية كما مرت بك على كوخ الحاج رفيثا كلا لعنة الله عليك وأراد أن يجتم أمي فحذرته فتراجع وقبل اقتراحي على أمل أن يجد أحدا في الطريق يعطيه بعض الثياب وهكذا ركب الشيخ بالكلسون والعمامة على ظهري وكان وزنه أخفة وجسده يرتج كجسد عصفور رشحه المطر وبعثرته الريح وهملجت به حتى وصلنا إلى الصوف عند المغرب وكنا قد غبنا عنها زمنا طويلا لم أعد أيامه لأنه كان زمنا ممتعا بصحبته هذا الشيخ الرائع ولما وصلنا إلى الجبلين اللذين ينفاري جان عن طريق في فم الواد الذي يقودنا إلى القرية تلقنا عدد من الفلاحين فنظروا في هذا الرجل الذي أحمله فوق ظهري فكأنه جثة في ثلاجة وتعجبوا منه وقرفوا من فعله ونهروه ألا تستحي وشعرت أن الله رد لي الكلمة التي قالها الشيخ لي عندما طلبت منه أن ننزل لنسبح في البركة وكان جريا أنهم لم يعرفوه وصحت بهم هذا الذي أحمله هو الشيخ علي ألا تساعدونه ولكنهم تلفتوا حولهم كأنهم شكوا في أنني أو أنه من يتكلم ومضوا في حال سبيلهم وأراد الشيخ أن يقول لهم يا سفلة ألا تساعدون من ساعدكم على معرفة الله ولكن صوته خرج من فمه مثل دم يخرج من فم مسلول ومضيت إلى بيت الشيخ وكان أذان المغرب يصل إلى أسماعنا من المسجد القديم ويبدو أن أهل القرية قد وكلوا طفلا جاهلا ليؤذن لأنه أخطأ فيه أكثر من عشر مرات ولما صرنا على مقربة من بيت الشيخ ظهر لنا عدد آخر من الفلاحين كبار في السن وتعرف على الشيخ مع أن الظلام كان قد حل وصعقوا وهم يرون حمامته تغور بين ثاقيه العاريتين وصدره المكشوف للريح تعبث بشعارات صدره الشائبات ولا يلبس إلا عمامة فوق رأسه وبدل أن ينجده فيأخذه ويلبسه ملابس دافئة ويسقوه شرابا ساخنا ويجلسوه في ثم الداخون راحوا يعاتبونه تغيب عنا شهرين وتأخذ راتبك من الحكومة وتدعي أنك شيخ أليست هذه سرقة وشتمهم لم يسمعوا لكنني سمعته يقول لهم يا أولاد القح ساعدوني الآن ثم عاتبوني ولكنهم استمروا في تقرعه تتنزه أنت وحمارك على حسابنا أليس نحن الذين اشترينا لك هذا الحمار ولماذا اشتريناه يا ترى لك أليس من أجل أن يحملك من بيتك إلى المسجد فتى أمنا للصلاة أراد الشيخ أن يقول لهم ما فائدة أن أأمكم في الصلاة وأنتم كفر ألا ترون ما أنا فيه ولكنه لم يقل ذلك لأنه كان قطعة من الزجاج صلبة تكاد تتكسر إذا نقرتها بالطرف أصبعك وتابعهم صبع عتاباتهم ألا تخجل من نفسك تخرج مع حمارك ونهقت محتجا وقال آخر مستضرفا يبدو أنه حمار يحب الطشة وإلا لما طاوعك هو الآخر آه صحيح نسينا أنه حمار ونهقت من جديد ولكي أكف الشر من أن يستفحل مضيت بالشيخ إلى بيته فدفعت الباب بحافلي ودخلنا الغرفة وكانت غاية في الدفء مقارنة بالجو الصقيعي في الخارج وأهبطوا ظهري للشيخ وأنزلته بترفق فلما صار على الفراش وقفت على قائمتي فأخذت بفمي ثيابه الأخرى المعلقة في المسامير على الحائط وأنزلتها له وقلبته بفمي كذلك لأساعده على ارتدائها وهو يهمهمه وعرفت أنه يريد أن يشكرني وتوقعت أنه سيقول لي أنت أفضل من هؤلاء البشر الذين يدعون أنهم أصدقائي وسارى شيء من الدفء في جسده ومكث الشيخ قليلا حتى مشى الدم في عروقه واستعاد حياته وقربت إليه معلفي فآكل من الشعير معي ودبت فيه بعض القوة فقام إلى الداخون وأوقد النار وانتعش كأنه عاد إلى الحياة من جديد ونظر إلي نظرة امتنان وقبل أن يقول كلمة واحدة كنا ناغط معا في نوم عميق وفي الفجر قام على عادته فتوضأ وصل قبل أن نذهب معا إلى المسجد ومضينا في الطريق فلما رأى الناس الشيخ في المسجد بارئا فرحوا كأنهم لم يشجموه ولم يعاتبوه ليلة أمس وهتفت في سري دجالون وردت علي الجدران منافقون وأخذ الشيخ نصيبه من القراءة وحفظت خلفه ما قال ولقد وعيت ما لم يعي البشر وأن الله خالق كل شيء وصاحب الفضل يهبوه لمن يشاء ولا يميز بين خلقه إلا بما أعطاهم أو بما يعطونه مما أعطاهم لخلقه ولقد مكث بصحبة الشيخ ثنين طوال فما فارقته وما فارقني وحفظت عليه ما لم يحفظه شيخ الأزهري ولا شيخ الزيتونة ولا شيخ مكة وتفقهت فيما سامعت ما لم يتفقه به سعيد ولا عكريمة ولا قتادة ولا سفيان وتفلسفت ما لم يتفلسف به ابن رشد ولا ابن سينة ولا ابن ماجة ولا ابن خلدون وبعد خمس عشرات سنة من المدرسة والطواف في القرى والمبيت في الشوارع والأذقة والخانات والزرائب والاستبلات وبيت العزباء والقراء على ضوء السرج والأكل مع الشيخ في معلف واحد والشرب معه في الجرن نفسه بعد ذلك كله دخل عصر التلفاز فقد اشترى الشيخ من راتبه الذي كان يأخذه من وزارة الأوقاف تلفازا حديثا كان ثالث تلفاز يدخل إلى القرية وعندما كنا نعود من صلاة العشاء كنا نسهر أنا والشيخ فنحضر أفلام أسنهان وإسماعيل يسين وأغاني أم كلثوم وبعد ثانوات أخرى تطور الشيخ أكثر فصرنا نحضر المسلسلات التي كتبها وليد سيف مثل عروة بن الورد وترفة بن العبد والمعتمد بن عباد وشاهدت برفقة الشيخ مئات المسرحيات والمسلسلات والأفلام الأخرى وفي يوم صائفي قائض وكان البعوض يومئذ يسرح ويمرح في الغرفة ويتخذ من جلدنا مائدة لجوعه ومن دمنا شرابا لريه سألته لماذا قتلت زوجتك فانتفض الشيخ من مكانه وظل ساكتا فأعدت عليه السؤال فقال ألم تنسه لقد مر على ذلك الحادث خمس عشرة سنة البشر ينسون الحمير لا تنسه ثم لا يوجد ثم هناك سؤال بسيط لماذا قتلت زوجتك لن أجيبك الآن ولكنك وعدتني إن عدنا إلى سوف أتقبرني وقد مر على ذلك الوعد كل تلك السنين وقد انتظرت أن تستحيي أنت فتخبرني دون أن أطلب ولكن البشر فوق أنهم ينسون فإنهم ينكثون بعهودهم وتحللون من وعودهم وتضايق الشيخ وزفر سأخبرك سأخبرك أنا عند وعدي أخبرني إذن ليس الآن متى في رحلتنا القادمة لن أرافقك قبل أن تخبرني إذا قلت لك الحقيقة مرة واحدة هل تصدقني؟ بالطبع فأنا ما جربت عليك كذبا لقد كانت تخونني تخونك؟ قلت إنك لا تريد استضاحات وستكتفي بالإجابة الصريحة بالطبع بالطبع ولكن الموضوع أثار فضلي وهز الشيخ رأسه وقال لقد كانت تخونني مع فلاح آخر معقول لقد كنت شابا سيئ الأخلاق وهززت رأسي متأسفا وتابع الشيخ دون أن أطلب منه ذلك وكأنه وجد راحة في الحديث لقد كنت أعود بعد منتصف الليل سكران إلى البيت وكانت زوجتي تنصحني ولكنني كنت أضربها وتنهد الشيخ قبل أن يتم وبعد سنتين من زواجنا ولدت لي ابنة سمعتها مريم وكانت فتاة جميلة جدا وأولعت بها ولعا شديدا ولكنني لم أقلع عن عادتي في السكر وما كنت أجنيه من الحراسات في حقول الناس في النهار كنت أنفقه على ملاذات في الليل وسكت الشيخ وساحت على خده عبارات حرة واقتربت أكثر من الشيخ أواسه وشجعته على المضي في الحديث كلنا نخطئ وماذا حدث بعد طلبت مني نقودا من أجل إطعامها وإطعام ابنتها ولكنني كنت في عالم آخر وكنا دائما ما نتشاجر في الليل بعد أن تشم رائحتي وهي تقول حرام عليك ضيعتنا وضيعت ابنتنا وليس في البيت لقمة قبز واحدة وأنا أرد عليها بصفعها على وجهها حتى إذا كان يوم عدت فيه مبكرا على غير عادتي فإذا هي في حجر رجل آخر فتناولت الفأس المعلقة على الجدار وهويت بها عليهما فقتلتهما على الفور ثم أعملت الفأس في جسديهما ففاصلت رأسيهما وقطعت أعضاءهما قطعة قطعة وابنتي تنظر إلي وتصرخ والرعب يملأ عيونها ولم أكن في عقلي ولا أشعر إن كانت موجودة أم لا ثم حملت أشلاءهما ودفنتهما في الحقل بعد أن حفرت لهما حفرة عميقة عميقة جدا ورميتهما فيها ونفضت يدي وأنا العلم اليوم الذي تزوجت فيه وعدت فننت كأن شيئا لم يحدث وفي الصباح أخذت ابنتي مريم إلى أختي وأخبرتها بما حصل وأودعت ابنتي عندها أمانة وهربت إلى مصر وقبلت في الأزهر الشريف وتخرجت فيه ثم عدت إلى الأردن من أجل أن أعيش حياة جديدة بعيدا عن حياة السابقة وما زلت هاربا إلى اليوم ولكن يا شيخ كيف طاعتك نفسك أن تقتل زوجتك وتتخلى عن ابنتك بهذه السهولة يا لك من قاس القلب ألست نادما؟ لو كنت مكاني ما كنت ستفعل دعني أفكر أما زوجتي فلن أندم على قتلها البتة وأما ابنتي فإنني أندم في كل لحظة على تركها الذي يقتلني يا حمار العزيز أنني لم أجرب طوال هذه السنين التي ربما تزيد عن أربعة عقود أن أذهب إلى أختي فأسألها ما حل بابنتي ولا كيف تدبر أمرها ولا أختي جاءتني تسأل عني ولا ابنتي عنت نفسها أن تبحث عن أبيها أنت حمار يا شيخ وذهل الشيخ وأصابته صدمة حمار لماذا؟ تريد من ابنتك أن تبحث عنك ولو كنت مكانك لبحثت أنا عنها خلف كل حجر وسألت عنها كل ورقة شجر صحيح أنك حمار أقصد حمار بلا عقل ولكن لدي حل وصمت فتحافظ الشيخ قل يا حمار العزيز قل ما رأيك أن نجرب البحث عنها معا ولكنني خائف طبيعي ولكن حلاوة اللقاء تزلي بالخوف وثمرة النظر في عيون ابنتك ولو صارت الآن أما ينثيك كل ألم وينثيك الماضي بأكمله أخ لو أحظى منها بنظرة أو كلمة بابا أنت حمار مرة ثانية أنت حمار بلا رسل هذه المرة لماذا؟ لأنك أنت الذي حرمت نفسك من أن تقول لك هذه الكلمة لا هي أنت لم تسأل عنها يا إلهي كيف يمكن لقلبك أن يتحمل؟ آه يا قلبي لم يعد لي قلب يا حمار العزيز لقد دفنته مع زوجتي ووقفت على قدمي وصرقته سنبحث عنها من هذه اللحظة هل هذه اللحظة؟ هل أنت مجنون؟ نعم مجنون لأنني قابلت أن أكون في خدنة مجنون مثلك بدأنا بالغلط هيا بنا ولكن الليل في آخره ألا تريد أن ترى ابنتك؟ بلى وخرجنا من صوف لم يكن في الحي حي كان خاليا تماما كانت صوف تموت بعد العشاء تبدو مثل قرية خاوية على عروشها حتى كلابها تنام مبكرا وحميرها لكثرة ما تتعب في النهار تصلي المغرب والعشاء جماعة ثم تأوي إلى زرائبها كنت ربما الوحيد في القريات الذي أسهر مع الشيخ وقد بدأنا في الفترات الأخيرة ننظم وقتنا الليلي فننضي ليلة السبت لدراسة الفلسفة والأحد للعقيدة والاثنين للأدب والثلاثاء للتاريخ والأربعاء للفلك والخميس والجمعة نرفه عن أنفسنا ونضحك ملأ أشداقنا فلا نترك فيلما أو مسلسلا أو مصرحية أو قضة لزعيم عربي إلا ونشاهدها حتى تحمر عيوننا من السهر وكان الشيخ يحب الشنينة والقلية في الصيف والشاي والقهوة والهريسة في الشتاء وها هي أصوفنا تركها خلفنا في رحلة لا ندري كم ستستمر رحلة البحث عن ابنة الشيخ قلت لي ما اسمها يا شيخ؟ مريم أنا سيت؟ لا ولكنني أحب أن أسمع هذا الاسم من غيري إنه اسم رائع وخالد وكانت الكهرباء قد دخلت إلى صوف حديثا أعمدة الشوارع العالية كانت تقاوم بنورها الشحيح العتمة وتحاول قهرها مرن في طريقنا على حمار السهيلي كان نائما فإيقظته وقلت له إن سأل عنا أهل المسجد فقل لهم إننا خرجنا نبلغ أمر الله لأهله في دياره فأغمض عينيه اللتين فتحهما بتثاقل وأومع رأسه بالموافقة وكانت عيونه تقول دعني في نومي لماذا أيقظتني؟ كانت ليلة ربيعية من ليالي آذار برد خفيف ومدى واسع والشيخ لا يرى وأنا أرى حتى القطط التي دفنت رأسها في فروة صدرها بعد جولة من التناكح اللذيذ وكنت أرى الديدان والعصافير وقطرات الماء والكلاب وأوراق الشجر المزهر وتلك المجروشة في الأسفل والورود التي لم تتفتح وتلك التي تفتحت وكان الشيخ أعمى البشر في الليل عميان ونحن مبصرون فكيف نستويه؟ وسألني الشيخ أين نبحث عن ابنتي؟ فأجبته في القرية التي تركتها فيها وهل تعرفها؟ لا إذن كيف مضيت في البحث عنها؟ المهم أن تبدأ والنهايات تأتي بعد ذلك ولكنها بعيدة من هنا في المريخ مثلا تقريبا في الجنوب الجنوب؟ لم تقل لذلك لأنك لم تسألني لا بأسة الطريق قريبة على من مضى ولا بعيدة على من أراد ومضينا تركنا الطريق التي تسلكها السيارات فمنظر الحديد المزمجر والذي يمضي إلى غير غاية كأنه في سباق مع العدم لا يبعث على الراحة وصلنا مع الفجر إلى قرية برما ورأيت الصبح يضحكه وضحكته وهبطنا مع التكة وريمون ولمعت الزهور في الطرق ورحبت به فحييتها قائلا صباح الأمل وقالت لي وردة بنفسجية كانت تتأرجح يمنة ويسرة على إيقاع نسمات الهواء المنعشة كأنها راقصة في مرقص أسطوري الأمل للألم ونصحتني أعطي الأمل فإنه سهل مبذول لمن أراد ولكن قلوب اليائسين لا تراه وقلت للزهور فلسفة وتعلمت شيئا جديدا وفي المدى الفسيحي كان البصاط الأخضر يصنع لوحة استثنائية ورأيت كل ذهرة تباهي أختها باللون والرائحة ورأيت رائحة السوسنة السوداء تمشي الهوينة وتتبختر ففتحت لها صدري ورحبت بها قائلا أنا لك وقالت لي زهور الدخنون أليس لي في صدك موضع أنا الأخرى فأيأت لها جزءا منه ورحبت أهلا وسهلا وكان موضعها العين قبل الفؤار وتعربش ليسامين الأبيض بأقدامي وتسلق على سيقاني وهو يقول أنت أحسن من يفهمني وانحنيت لجلال اللون وقلت هل تقبلين بأن تكوني كفني حين أموت فقطبت حواجبها بعيد الشر عنك وضحكت فضحكت معي بنفسجيات كأنها عاشقات خجولات أفق سماوي هواء حريري وأرض خضراء ودفء ينثرب في أنفي فأشعر بالراحة وقلت في نفسي مستعد أن أثير شهرا ماضيا في هذه الحدائق دون توقف ودخلنا شجرا عالي الجذوع وكانت الشمس قد بدأت تصعد في الأفق من نومها فتخللت تلك السيقان كأنها ذهب يسيل على سيقان غانية ولمعت الشمس في عينيه ألتستطيع مغازلة أيها الحمار فقلت لو لاك مفتر ثغر زهرة واحدة من هذه الزهور وانكمشت الزهور غيرها فضحكت ومضينا وكان الجوع قد عض الشيخة فجلس يأكله وأنا أنظر إليه فقلت من أكل وحده غصة فعلقت اللقمة في بلعومه وتوقف عن المضي وجاهد ليقول كل هذا الطعام وتزاحمني على بعض الخبز فأجبته جاهل من يأكل الزهور أيها الجاهل هذه متعة النظر أما البطن فيكفيه من خبز أو من جرش وقدم إلي شيئا من الخبز والجبن الذي معه فأكلت بشاهية كبيرة وقلت آهن على بطيخة حمراء باردة فرد الصيف أمامك ما أطول الصيف على من انتظر وقال حكيم فقلت لم تسمع بعده وبلغنا قمة جبل سامق فبدى تحتنا سد الملك طلال يترقرق ماءه أزرق كأن السماء أعطته قطعة منها وقلت نشرب منه وعشر الشيخ إلى البعيد تلك صويلح ومن خلفها عمان وما عمان حاضرة الأردن وهل أهلها يقرؤون وسكد الشيخ ولم يقل شيئا وقلت له نسبح في السد فقال نغرق فرددت مناكفا تخاف فرد لن تدفعني كما دفعتني يوم اشتفين ولكن الصيف ربيع والعمر ربيع والماء ربيع والسد ربيع فما الضير في أن نسبحه إنك محراك للشار وسكت وشربنا من مائه وتجاوزناه ونفي ما تزال تتتوق إلى أن تنغمر فيه ثم إن الليلة هبط علينا بعد أن صار خلفنا وبدى داكنا ونحن ناقف على الهضبات التي تقابله جهة الجنوب وبتنا ليلتنا ونحن نسمع من بعيد خرير مائه وخفيف أوراق بعض الأشجار القريبة منا ورفرفة أجناح الطيور التي بدأت تعود إلى عشاشها وترضى بما ملأت به بطونها وشددنا نحو صويلة فوصلنا إليها ضحا وسوقها قائم والناس فيه هرج ومرج يتبايعون ويتساومون وقلت للشيخ هل في هذا السوق شعير جيد فقال هي كلها شعير ولكن لا مال لدينا ونظرت فإذا خيش الشعير تصطف بازدهاء كأنها حجارة الأخرام وإذا هي بعضها فوق بعض وإذا الحمالون يجلسون فوقها ينتظرون أصحابها أن يبيعوها لكي يحملوها على عرباتهم أو أكتافهم إلى الشارين وسألته من أين يأتي كل هذا الشعير فقال من بياد رواد السيري يأتي به الشركس والشيشان وقلت الشيشان فقال نعم فسألت ومن هم وأشار إلى نثر منهم يلبسون قباعات من الصوف عالية يغطيها وابر بني وأسود فعجبني منظرها ولكنني هززت رأسي غير مرة فتحرك الرسل مع تلك الهزات فأصدر إيقاعا موسيقيا جميلا وقلت كمن يعترض لا أسأل عن صورهم أسأل عما هم أو من هم فرد قوم أتوا من جبال الثلج من بلاد بعيدة جدا فرارا بدينهم من الاضطهاد فتعجبت وقلت لقد فعلوا ما تفعل الحمير إنهم يشبهوننا على الأقل من خمسة أوجه وتسأل الشيخ علي متفكها وما هي يا أبا صابر فقلت الأول أنهم رحالة يحبون الترحال وإلا لما قاطعوا تلك المسافات الشاسعة ونحن كذلك فهز رأسه غير مقتنع كثيرا وسأل والثاني فقلت لديهم إصرار مثل إصرارنا فزم شفاتيه دلالة على قلة الاستحسان ولكنه غامر والثالث الفرار بالدين من الاضطهاد ولا أغلى من ديننا ودونه حز الحلاقين فعجبت هذه وطلب والرابع فقلت علموا مثلنا أن الأرض كلها لله فلم يمنعهم ذلك من تراب يسمى وطنا ولا وطن إلا ما كان فيك لا ما كنت فيه فعجبت هذه أكثر واستزاد والخمسة فقلت كمن يوفي بوعد أو ينجز مهمة كرام مثلنا لا يقبلون الضيم إذ تمثل ما قاله عن تره وإذا نزلت بداري ذل فرحلي فصاح الشيخ من العجاب وبادر إلي فعتنقني وقال لا أشتري أن لك مدا من الشعير الجيد ولو بعت عمامتي ورقص قلبي طربا ومضينا إلى كومة من الخيش يدل عليها بائع فقال له الشيخ بكم المد فقال بأربعين قرشا فعبث الشيخ بجيوب قفطانه كأنه يبحث عن مال وهو يعرف أنه لا يملك فلسا واحدا وتلعثم وأنا أضحك من داخلي حين أخرج يده صفرا وحرك شفتيه بلا حيلة ولكنني لا أملك هذا الثمن قال الشيشاني وما حاجتك إذا لم يكن معك تنح عن بستاطي وأزح الشيخ من كاتفيه برفق وراح يصيح على شعيره وحاول الشيخ ثانية وهو يشير إليه انظر إليه إنه حمار ذكي وهو يستحق قليلا من الشعير فصاح الشيشاني أهو حماري أم حمارك إليك عني ولك ذه الشيخ انظر إليه والتفت الشيشاني إليه وأخذ بجمالي وكأنه لم يرني من قبل والمعينة الدقيقة غير ملاحظة العابرة وراح يتمل قدرة الله فيه وتوقف عند الخط الأسود الذي يطويق أسفل عنقي فوجده أم لا سلامع وهتف إنه حمار رائع وسأل الشيخ هل تبيعه فرد أسألك قليلا من الشعير له وليه وتقول هل تبيعه ودار الشيخ عنقه إلى الجهة الأخرى مغضبا وغر الشيشاني بعض الدنانير الموجودة في جيبه فهتف وهو ما يزال يعاينني ويتلمس جبهة الواسعة ويحدق في عيني الكحلاوين أدفع لك دينارا وربع دينار ثمنا وافيا لازما ذمتي وأعدها لك الآن أمامك وحرك القروش والدنانير التي في جيبه ليغري الشيخة وحينها لم يتمالك الشيخ نفسه وهتف بغضب لا أبيعه بوزنه ذهبا وجحضت عين الشيشاني ثم ضيقهما كأنه يستعد للقتال أما أنا فقد دخلني الزهو وأحببت الشيخة كما لم أحبه من قبل ونويت أن أساعده على أن يجد ابنتهم ولو أكلت الرحلات من قتبي وأهلكت حوافري وبيضت رموش عيني واستدار الشيشاني هل تريد له مدا من الشعير بالفعل فقال نعم إذن يعمل في حقلي في البيدار نهارا وأحصل على أجريه بكد ذراعه ورفض الشيخ لكنني همست في أذنه وافق يا صديقي وسنحظى معا بطعام لذيذ وافق الشيخ بعد تردده وقال للشيشاني إذن غدا في الصباح نكون عندك وعدلنا في الطريق إلى المسجد فقد نادى المؤذن لصلاة الظهري وكان الشيشاني من سويلة أهم معالم تلك البلدة وهبطنا الدرجات العشرين إلى قاع المسجد والناس تنظر إلي وتستنكر دخولي كأنني أدخل بيوتهم أو أقتحم منازلهم وكأنهم لا يدرون أن المساجد لله وأن هذا بيته لا بيتهم وتركناهم في استنكارهم وأوقفني الشيخ على الباب وقال تدخل أم تسمع من هنا وأردت أن أعفي الشيخ من الحرج فقلت بل أسمع من هنا وكان في رأس الشيخ الكثير من العلم ليقوله للناس بعد الصلاة وأعجب الناس بحديثه وتحمس أحدهم فقال عشاءك الليلة عندي فقال الشيخ والحمار وأشار إلي أنا الواقف بالباب فرد والحمار وبتنا تلك الليلة في بيت كرم وجمال واستعدنا بعض قوانا من أجل حراثة الغد وتعبه وفي الغيب ما يصنع رب الغيب فلما الأسى لا أعرف بالطريق من الحمير وأخذ الشيخ على عادته بعض الكتب من مسجد الشيشان وهو يردد عبارته الأثيرة لا شراكة إلا في أربعة الماء والكلأ والنار والكتب ثم وهو يمطي شفتيه من كتب علما ألجمه الله بلجام من نار وأول كتم العلم التباهي به خلف زجاج المكتبات حتى تأكله الغبرات دون أن تمسه يد أنا بأخذ الكتب من هنا أخرجها من قبورها وأعيد لها الحياة مع حمار العزيز وكنت أهز رأسي موافقا إياه وأردفت فلنرفع شعار المعرفة للجميع والشيخ يبتسم ومضينا إلى بيدار وادي الثير وكان الجو لطيفا والسماء صفية والناس رائقة وكل يغدو إلى رزقه وفي الطريق قبل أن نصل البيدار قال لي الشيخ هل لك بأبيات عرار في هذه النواحي فقلت قد سمعتها فقال مني فقلت نعم فقال فانشدني نشيده رحم الله ولديك فقلت حتى نبلغ النشذ فقال ولما فقلت لأن عرار لما رأى الجميلات هناك قال أبياته المشهورة تلك فقال وجب فلما بلغنا النشذ والهوى يسه وقفت فمددت عنقي وفتحت فمي وتهيأت للنشير وشدوت ليت الوقوف بوادي الثير إجباري وليت جارك يا واد الشتى جاري فتنهد الشيخ حتى على صدره فبان كأنه قبة وشعرت أن له في هذا المكان منازل هوا فأردفته لعلني من رؤى وجد القديم به أرتاد مسا للجنيات أشعاري فزفر الشيخ حتى شعرت أن حر جهنم في زفيره فلما وصلت في إنشاري إلى قوله فألمس الشوق في أطلال ذاكيرتي وألمح الحب في أنقاض أوطاري هاج الشيخ فرقص على رجل واحدة وخلع عمامته وراح يلوح بها وهو يصيح هيه هيه ثم إنه رماها وحجل كما تحجل الطير وتمايل كما تتميل جذوع أشجار الحور العالية الرفعة عند هبوب الرياح ثم صفقه وأخذ يخلع قفطانه ورماه في الهواء ثم هم بخلع ثراويره فناشدته الله أن لا يفعل فإن التصابي وإن كان محمودا عند الطربي إلا أنه يغري بنا السفهاء ثم على صوته بالنشيد ونحك أنه قيصارة في ثم عاشق مفؤود وأكمل بنفسه ولا أرى الخفيرات البيضة معرضة عني تأفف من خبري وأخباري فرقصت معه وحانت مني التفاتة إلى الوراء فإذا خلفنا عدد من الحوريات يرددن النشيد معنا وإذا رمانهن يتأرجح فوق صدورهن وإذا هنك أجمال ما خلق الله وشعرت أنني في الجنة أطوف بين الأوتن العذروات التي لم يمسهن قبل إنس ولا جان وشعر الشيخ مثلي أنه في الجنة معي يطوف بين الحوريات وأخذنا النشيد حتى سكرنا وذهلنا عن أنفسنا ولم نزلنا القص حتى لسعتنا الشمس وقهقها الشيخ وهو يرمي في شباك الحسناوات آخر بيت ولا أبالي إذا لاحت نضاربهم مقالة السوء في تأويل مشواري وضحكت مع الحسناوات ولم لم الشيخ ثيابه فلما التفتنا خلفنا لم نجد حسناء واحدة وإذا هي صدا لا ندري من أين جاء وإذا الهواء يرقص عابثا بنا وحدنا ويخفف عنا وجد القلب وحر الشمس ونظر الشيخ إلى ظله وقال لقد تأخرنا على الشيشاني وإن لم نحرص حقله اليوم هلكنا من الجوع والطريق أمامنا طويلة وهرعنا إلى الحقل وبدأت الحراثة وأنا في غاية النشاط والسرور من أبيات عرار وقلت للشيخ وهو يعمل السكات المربوطة على عنقي في التلم الأخير بمثل هذا فحدثنا إذا قصدنا الجنوب فإن الطريقة الطويلة بالحديث الطيب تقصره ألم تسمع قولهم في الغابرين أتحملني أم أحملك وأقر الشيخ بكلامي وهو يمسح عرقه وكان النهار كد انتصف منذ زمن وراح الزوال يزوله الآخر والشمس تستعد للمغيب وجاء الشيشاني آنئذ ونظر إلى الحقل فعجبت حراثتنا وقفز من الفرح ومد إلينا المدة وقال تستحقونه عن جدارة فقلت له زدنا فإن قد أجدنا فنهرني وقال الطمع من شيم الأنذال فخجلت وأقررت وسكت الشيخ على بهدلتي كأنه أقره هو الآخر على ذلك ومضينا بعد أن شربنا ماء عذبا من إحدى الأجران المنتشرة هناك وفي طريقنا كنا نرى الأفاع السوداء من الإسفلت تتلوى تحتنا وهي تقفز بالمركبات الحديدية إلى المجهول وسألت الشيخ إلى أين يمضون فقال لا أدري فأردفت ونحن إلى الجنوب إلى أي جهة في الجنوب الجنوب كلها جهة وهذا يكفي فعلنت أن الشيخ ناسي أسمى القرية وهو سيتذكرها من الأطلال لا من الأسماء ولكن من ينسى ابنته وأردت أن أسأله عن اسمها للمرة الثالثة وأنا أعرفه لأن موسيقاه لا تقاوم ولكنني عدلت إلى سؤال آخر ما اسم أختك التي تركت عندها ابنتك فرد أمينة فهمهمت أمينة أمينة اسم جميل هو الآخر أسماء الفلاحين جميلة ولقيتنا بعض الخرائب في الطريق فنمنا فيها ومررنا على مسايد كثيرة في القطرانة واللجون فحدث الشيخ أهلها وأخذ على عادته بعض كتوبها وصلينا مرة في مسجد لم يجد فيه الشيخ غير كتاب رياض الصالحين فتركه فإنه زاد من لا زاد له ممن أراد أن يحدث الناس ولا شيء في عقله وأكلنا وشربنا عند أهل الخير وقد نقصنا السفر شيئا من صحتنا رغم ذلك وكان الشيخ في الليالي يتذكر عهد ابنته فيبكي وينوح كأنه طفل صغير وقال الشيخ ننعطف من هنا فقلت له من هنا الكرك فقال نعم ولكن كيف عرفته فقلت إننا نحن جنس الحمير أكثر الخلق سياحة في الأرض فما من بقعة أو بلدة أو نشذ أو غور أو سهل أو جبل إلا وبركناه بأقدامنا نحن أقدام من الإنسان على الأرض ومن يدري من يعيش بعد الآخر عليها وإنني كلما مررت بجهة من هذه التي يسمونها البشر الجغرافيات شممت رائحة آبائي وأجدالي الذين عملوا بصنط وبجد بعيدا عن الضجيج والبهرجة فعلمت أننا قدمنا لعمارة الأرض ولجعل الحياة فيها ممكنة وطيبة ما لم يقدمه أحد سوانا ممن خلقه الله وتبسم الشيخ تبسم الرضا ونعطفنا يمينا إلى الكرك وكانت الجبال الجرداء تمتد أمامنا ابتداد البصل والشيخ في الظهيرة قد أمال عمامته على جبهته حتى غطت يزءا من عينيه ونام فوق ظهري ومضيت أهتدي الطريق واحد فإنه لا أعرف بالطريق من الحمير وحلى بنا مساء ليلة في بلدة القيصر الروماني هادريان التي يسميها الناس اليوم أدر وكان أذان العشاء فرأى الشيخ أن نوضي إلى المسجد ففعلنا ورأينا ونحن في الطريق خوريا يلف ذراعه حول ذراع شيخ وهما يتبسطان في الحديث وأضحكان فسأل الشيخ علي ما هذا فقلت كان الخوري عند الشيخ يشرب الشاي ويذكران عهد آبائهما وأجدادهم المشتركين فلما نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الخوري فشيع الشيخ إلى المسجد وسيدخل الشيخ إلى مصلاة وسيذهب الخوري إلى مصلاة كل يغني على ليلى وما في القلب إلا الله وضحك الشيخ وضحكت معه وأردف هل صرت تعلم الغيبة أيها الحمار كلا يا سيدي ولكنني مشروع مخرج سينمائي يتخيل المواقف ويحكيها ولم أجد أذنا صاغية أكثر من أذنك لكي أقول لها هذياني ودخلنا المسجد فإذا الشيخ الذي تأبط ذراع الخوري هو الإمام وإذا هو يقرأ في الركعة الأولى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وحسبنا الجوع والتعب فلم نسأل الناس تعففا وآوينا إلى بيت منهدم نصف جداره الأمامي قد حال الركام وحجارته تشهد أن الذين سكنوا هنا كانوا قد عاشوا قبل أكثر من ألفين سنة وكانت قناطر البيت من الداخل أيضا قد أصابها التلف وانتشرت فيها الهوام وحمدنا الله أن الصيف لم يأتي بعده وإلا أخرج البيت كل أفاعيه وبث كل عقاربه للرطوباته فآوينا إلى النوم وكان الشيخ ينظر يستقفي وهو يرتجف من الرعب خوف أن يستسلم حجر قنطرة الركن فتتداع حجارته فوقنا فندفن تحتها ولكن الله سلم فلما صح الديك خرجنا من القريات وإذا آبارها التي خفيت في الليل تظهر في الصباح فشربنا من مائها بجرار فخارية مستها يد الأباطرة وكان لا فرق الفخار لم يحفل بنا نحن المساكين ولا بهم أولئك القياصرة فالذي يشرب الماء ذو روح مثلنا تماما مهما تبدلت ثيابه وتتخرفت كراسيه المذهبة والله جعل من الماء كل شيء حي ولم نكن نحن ولا هو إلا هذا الشيء ورآنا بعض أهلها فأشفق علينا ومدى ببعض الطعام ولما تركناها خلفنا سألت الشيقة إلى أين فإنك أتعبتني فنهرني كثول فأعدت لن نضرب في الأرض بلا غاية كأننا متسولون فنهرني أكثر فأعدت ثالثة عما تبحث فرد بخشوع عن نفسي ومررنا على القلعة وهي أومئذ التاريخ في حجارة والمجد في تراب وصلاح الدين في ذكرى وفلسطين في الشرق وأشفينا عليها من شاهق وصمت الشيخ كأنه في محراب صلاة وخفض رأسه وأغمض عينيه ورأيته يتلو بعض الصلوات فصنعت صنيعه ثم مررنا على قرى داثرة وأخرى ظاهرة لا أحصي لها عددا والشيخ كلما مر ببيت مهجور سأل بصوت مجروح هل فيكم أمينة ولم أكن أرى إلا الهواء والفرغ في البيت وخيل إلي أن الشيخ يهذي أو أنه في طريقه إلى الجنون أو أنه يدرب نفسه على السؤال الذابح أو أنه يريد أن أرى ما كان هنا أو ما كانه هذا المكان معه ولا مهتدي إلى حقيقة ما يريد الشيخ وشعرت يومئذ أنه خابية أسرار وأنه بئر خفايا رغم أنني صادقته كل هذه السنين ظنا أنني أعرف وأعرف نواياه ولكن الشيخ خطيرون لا تحذر لهم نية ثم إننا قرأنا في المتحف مثلة مشع ولما وقفنا بباب المتحف رفض الحارس أن يدخلنا فلحثت وجهه وطيبت خاطره فقبله ونعرف كيف ألحث عقول الناس فالناس البساطاء مثلي ترضيهم الكلمات الطيبة والتربيت على الكتف والنظرة العطوفة واللمسة الحنونة ودخلنا قرية يقال لها دمنة ولم أدري إن كانت هي دمنة التي عناها ذوهير بن أبي سلمى في قوله أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحوما نت الدراج فالمتلثم وسألت الشيخة فلم يدري مثلي ودخل الشيخ دكانا قديما ورأيت فيه فلاحا قد جاوز السبعين وإذا هو يبيع الراحة والقضامة والسكر والهديثة وبعض الملبس فإذا وزن بعض القضامة للأولاد ودفع إليه الأولاد النقود قربها حتى كاد تلامس عينيه وحدق فيها دقيقة قبل أن يعرف ما هي أو يتأكد أنها ليست نقودا رومانية أو بيزنطية وعاد الفكاتة بعد الوزن إلى الطفل وهو يقول له سلم على أمك ومد شيخ يده ليصافحه فأخذ وقتا حتى عرف أن يد الشيخ ممدودة له وعرفه بنفسه أنا علي بن الحسين فأنكره الدكنجي فذد الشيخ كنا نحرث معا أتلام ناصر بن حمود فذم الدكنجي السبعيني شفتيه فلما قال له وأمي صبحة بنت سالم عرفه حينئذ وصاح علي السكرجي فانقلع الشيخ وأخفض رأسه وهتف بصوت مبحوح نعم هو ولكننا تبنى وراح الدكنجي يوصيح أين غبت كل هذه السنوات قتلت زوجتك وهربت يا أخي ماشي يقتل الواحد منا زوجته ويغيب سنة أو سنتين ويعود من سيلحقك بالعصى يا صديقي أما أنت غيب خمسين سنة فأنت حمار ونهقت من ورائه فضيق الدكنجي عينيه ولف من خلف طاولته وفتح ذراعيه على التساعهم ثم عانق الشيخ وهو يقول ومعك حمار فرد الشيخ صديقي فقال الدكنجي إن الطيور على أشكالها تقع واستمر في العناق والهياج واستحضار الذكريات الغابرة حتى نهقت وصحت من دون دراما إذا سمحتم قلبي الصغير لا يتحمل وأنا تظاهر بمسح دموعي ثم إننا أمامنا طعام ذلك اليوم والشرب والمبيد وسأل الشيخ صديقه فما فعل الله بأختي أمينة ماتت منذ عشر سنوات على الأقل فسحى الدموع الشيخ على خديه ثم تمالك نفسه وسأل وقلبه يتقطع قفا ورجعا وابنة مريم تزويت منذ أكثر من ثلاثين عاما وإن تعيش مع زوجها أعرف ولكن أين يسكن زوجها سمعت أنه طفلي في أي القراء البلاد هو من تلك الناحية وما أدراني هل أنا الذي زوجتها اسأل أباها وهل زوج أختي مازال حيا نعم وأين بيته لم يغيره ولم يخرج منه وقصدنا بيت أبي سلطان فاستقبلتنا عريشة عنب قد اخضرت وبقارة قد استبكرت وطرقنا الباب فلم يرد أحد وكانت حجارة البيت تقول إنه لا أحد ولكن الشيخ كان يريد جوابا ولم يقطع هذه المسافات كلها طوال هذه الأسابيع ليحصل على لا شيء أو يعود بخفة حنين ودفعت الباب بحوافري وقلت للشيخ تقدم فقد فاز باللذة الجسور ودخلنا فرأينا في صحن البيت رجلا قد بلغ الثمانين أو هو جازها ممدودا في فراش على الأرض لا يظهر منه إلا رأسه وهو يشخر شخير الموت ويأخذ قصته الأخيرة من هواء الحياة وكانت له رائحة كريهة جدا هي رائحة البول والبراز وهتفت أين أولاد أختك يا شيخ حتى يحفظ للرجل شيخوخته فقال وما أدراني إن كانت أختي قد أنجبت أم لا وأزحنا عن وجهه الغطاء ومسحنا وجهه ببعض الماء وانتظرنا حتى أفاق نصف إفاقة ولما رأى وجوهنا الغريبة وخاصة وجهه ارتعب فطمأنه الشيخ وقص عليه قصته وأنه شغيق زوجته المرحومة ولكن الرجل لم يستوعب شيئا وبدأ أن الخرفة قد أتى على أجلاء كثيرة من دماغه وبحثنا عن الجزء المتبقي من دماغه الذي لم يصفه التلف حتى نحصل على إجابات لأسئلتنا أين تعيش مريم؟ من زوجها؟ متى خرجت من هنا؟ هل لها أولاد؟ ولكنه كان ينظر إلينا بعيون تدور وتنوص في محاجرها كأنه في عالم آخر ثم إنه غمغم بكلمات لم نفهم منها شيئا ولا أدركنا ما يقول وهزه الشيخ من أعطافه أين مريم؟ ولكنه كان يفتح عينيهم ببطء ويغلقهما وترتج شفتاه كأنهما جناح ذبابة وهو يشير بأصدوعه إلى الباب ويغمغم من جديد ثم إنه همد ولم تبدو منه حركة وسألت الشيخة هل؟ ولم أتم السؤال من الخوف وتركناه دون أن نأخذ منه إجابة وخرجنا فسألنا الجارات فما حصلنا على إجابة أزيدة من إجابة الدكنجي وتركنا الرجل في مستقره الأخير يواجه الموت فلما صرنا في سهول أدر صاح الشيخ الصياح المفجوعين يا مريم أين أنت؟ يا مريم هذا أبوك قد نحاره الندم وقتله الشيخ لكي يراك يا مريم يبنتي يا حبة الفؤاد ونور عين يا مريم أين أنت يا بنتي؟ واختنق صوت الشيخ وهو يبكي وأغمطت عيني وبكيت معه ثم إننا مضينا والجنوب غايتنا ومن كان الجنوب غايته فقد اهتدى وخلونا في ليلة صائفة كانت النجوم فيها تقول أسرارا لا تقال لسوانا وكنت أعرف اللحظة المواتية التي أسأل فيها الشيخة أحاول أن أنبشى على سر لم يبوح به لأحد من قبلي فيبوح به ليه وكان الليل سلوى المكروبين ونجوى العشاق وذكر الهاربين من أنفسهم إليه وكان الليل طيبة يداوي بلا دماء ويشفي بلا دواء ولكنه يقول لك أشياء لم تقلها شفى وقول الليل أبلغ الأقوال وسألت الشيخة في تلك الخلوات لماذا لم تتزوج بعد راحل زوجاتك وكنت ما زلت في ميعة الشباب فرد لي أنني أردت أن أعيش لله ولله فقط وأكفر عن كل ذنوب التي ارتكبتها في حياتي فحدجته بطرف عيني فرأى نظرتي على ما تبقى في ذبالة المصباح من نورك وأردفته قل غيرها يا شيخ فالجواب لا يبدو لي مقنعا فتنحنح ثم عدل جلسته وقال لأنني أخاف أن أقتل زوجتي الجديدة وشهقته لكنني رأيته صادقا فقلت مقنع ولكن لماذا فقال لأني كنت أحس أن شهوة القتل ركبت فيها وأن أصعب مرحلة هي مرحلة القدرة على إنفاذ القتل الأول فإن حدث ثارت من بعده النفس اللوامة والخائفة والمترقبة وعلت ثورة الندم فإن مر زمن على ذلك فهدأت تلك الثورة وخمدت تلك الثورة سار القتل من بعدها سهلا فاصحت بدهشة هل قتلت بعد ذوجتك وذلك الفلاح أحدا آخر لا يا حمار ولكنني شعرت بأن القتل صار سهلا بالنسبة لي ولكن ألا يبرد مع الزمان ألم تتخلص من ذلك وتنقي روحك منه بلى فلماذا لم تتزوج إذن لأنه لما بردت شهوة القتل بردت معه أشياء كثيرة وصمت وقد بانت في حروفه الحسرة فعاجلته مستطلعا تقصد شهوة النساء وهل هو غير ذلك يا حمار ودمعت عينايا حزنا على شباب الشيخ الضائع نفق الله فيك شهوة العودة إلى أحضان النساء يا شيخ فرد وهو يضحك ضحكة خفيفة كأن ما طاب له هذا الدعاء استحي يا حمار فأنا في السبعين لعنة الله على أفكارك الشيطانية لا أتخلى عن رفيقي من أجل عيني امرأة ونمنا في الخرابات وحدث أننا لم نوفق إلى مبيت في إحدى الليالي إلا في ذريبة لأحد البدو تسللنا إليها خفية دون أن يرانا ونمنا فيها مع الماعيذ والتيوس وكانت رائحة البول تزكم أنوفنا وفي الليل رأيت الشيخ يتقلب على جنبيه وهو يهدي يا مريم سامحيني ولم تكن هناك من مريم فكيف لها أن تسامحه ولم أحزن على الشيخ حزني عليه في تلك الليلة ومررنا على قرية بير أبو العلق فإذا الناس فيها كما خلقهم الله أول مرة يعيشون في الكهوف والمغد والخيام وإذا كأنهم مثلنا خارج التاريخ أو هم التاريخ الذي خارجه البشر وإذا وجوههم تصف قسوة الحياة وشدتها ولكنهم كانوا أطيب الناس قلوبا فأنزلونا فيها وقام شيخنا فهيأ لنا بيتا من الشعر مد فيه الطنب وأعتد المتكأ وناد في غلام له فذبح لنا شاتا وطبقتها لنا ابنتهم فلما أشرفت علينا تقدمه لنا صعق الشيخ ورأيت ذلك في حركاته فلكسته بثمي وسألته ماذا هناك فرد أنها تشبه ابنتي فغمسته مستنكرا كيف تشبه ابنتك وأنت تركتها وعمرها سنتان فرد كأنني أفسدت عليه لذة النظر إلى وجه الصبية إن لها عينيني كعينيها والعيون لا تكبر بكبر أصحابها فشككت في قوله ووجهت إليه سؤالا آخر وابنتك يفترض أن يكون عمرها على الأقل أكثر من أربعين عاما وهذه الصبيات في أوائل العشرين فرد إن النساء اللواتي يعيشن في البادية يكون أصغر من قريناتهن بعشرين سنة على الأقل وإن قلبي يقول إنها هي وشعرت أن قلب الشيخ الفارغ سيصدق أن كل فتاة عشرينيات يرها ستكون ابنته وحزنت لما آلت إليه حال الشاكي فلما حضر شيخ البيري سألته من ثوري أيها المعزب الكريم هل هذه الصبيات الجميلات التي تميس في ثياب الدلال ابنتك فنظر إلي محنقا وهتف من سوء الأدب أن تسأل فبلعت لساني ثم إنني قمت إلى الطعام بصمت فأكلت ما في الخواني حتى ملأت بطني ثم حليت بالشعير الذي في المعلث أمام بيت الشعري فأتيت عليه بأكمله ثم دعوت بسطل ماء من مياه الواحات العذبة فكرعته عن أوله والشيخان ينظران إلي وهما لا يصدقان ما يريان ولم يدري أن حماقتهما هي التي أثارت حفظاتي وحركت الجوع في معدتي وأنني ما فعلت ما فعلت إلا لأداري غضبي وأكتم غيظي وظل في نفس الشيخ عالي شيء من الصبيات مثل ما ظل في نفس سيبويه شيء من حتى فلما مضى على مكوثنا في الضيافات ثلاثة ليال حق له أن يسألنا ونسأله فقال من أي الولاد أنتم فقلنا من صوف فسأله من وعد العيون إذن فأردفت والأنهار الجواري والصبايا الجواري فضحك شيخ البري وقال للشيخ علي حمارك ضريف ثم حمس القهوة في محماصه على النار وسقان قهوة مزة شربناها على ذكر الشعراء والأدباء والحكايات والملح ثم حمس سؤال في صدر الشيخ كأنه الإثم وعرفت ذلك من قلقه وعدم ضحكه معنى كلما سردنا طرفة أو نكتة فلكسته مشجعا إياه على أن يقفذ السؤال في وجه الشيخ ليرتاح فحينئذ استند وبل عريقه وسأل صبيتك التي أنضجت لنا الطعام أهي ابنتك ورد شيخ البري بتأفف كأنما يريد أن ينهي الحوار عند هذه النقطة إنها زوجتي وصاح الشيخ صيحة سارعت إلى وضع جبهته في ثمه حتى أخمدها لا تفضحنا يا رجل وشعر شيخ البري أننا ضيوف ثقال الظل وأننا نزعنا السهرة وفي الصباح لم يكن لنا من حل إلا أن نغادر المكان بكرامتنا وغادرنا بالفعل متعجلين نسابق طلوع الصباح وفي الطريق سألني الشيخ إنها زوجته فمن المحتمل أن تكون ابنتي لقد ضيعت منا فرصة أن نجدها أيها الحمار وأحسست أن فيها شتيمة فحرنت في الدرب ووقفت كأنني نحاس مصبوب وحاول الشيخ أن يهمزني فما تحركت خطوة وقلت له إن كانت مرافقة تزعجك فأكمل الطريق بنفسك إلى أين ستذهب أيها المجنون سأعود إلى صور أو أمضي في طريق أخرى فإن الصحبات إذا كانت على دخل لم تحتمل وإن الطريق ونحن بهذه القلوب المعكرة لا يمكن أن يقطع ولا أن يطاق فنزل من فوقي وقبل رأسي واعتذر اعتذارا لطيفا وقبلت عذره فما أسرع أن نسامح نحن الحميد ومضينا وذنونا من أذرح وهي من الكرة التي خدم فيها أجداد البشر ولها في القلب قطعة لا ترى ولكنها تحس وسمعت فيها أربعة أصوات ما تذال تحم خالدة في المكان لا يخفتها مر الدهري إنها أصوات علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي صفيان وأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص ولا زال الطيوف الأربعة تختال هناك وشعرت بشيء من القداثة إن ترابها مختلف وهواءها مختلف وناسها مختلفون وحجارتها مختلفة وإنها طرف حوض من كان صديقا للشجر والحجر قبل أن يكون صديقا للبشر إنها حوض النبي الخاتر وأردت أن نبقى أطول فترة ممكنة فيها ولكن الرياح تجري بما لا تشتهد صفر وقال الشيخ إنه يعرف أبا عقيل في هذه النواحي وإنه كان صديقا مشتركا بينه وبين أبي سلطان فسألنا عنه فقالوا إنه في بعض حاجته الآن ولكنه إذا هبط خفاش الليل هبط بيته فسألنا عن بيته حتى دخلناه ففتحت لنا الباب صبيات عشرينية فلمعت عيني الشيخ وسألتها حتى لا يذهب الشيخ بظنونه بعيدا هل أنت ابنة أبي عقيل فردت نعم فياهلا بضيوفنا وإن أبي ينتظركم وسمعنا صوته من خلفنا يصح من يا مريم فخفق قلب الشيخ ولكزته لقد قالت لك إنها ابنته ففيما التعلق الفارق هذا ثم إن أبا عقيل قال لها خذ الحمارة إلى الزريبة وعرفه وأهلا وسهلا بضيفنا وابتدرتني فربطت على عنقي فإذا كفها حرير وخدها خرير وصوتها حرير ومشيها حرير ولكن الشيخ قال بل يدخل معي ولولا ما في قلبي من وفاء لتركت هذه الفاتنة تقودني إلى الزريبة واستمتعت بصحبتها ولكنني لا أتخلى عن رفيقي من أجل عيني امرأة مهما كانت ساحرة فماذا يقول الناس عنا نحن الحمير إننا سقطنا في الامتحان من أول نظرة ودخلت مع الشيخ الصالون وإن كان قلبي يلتف نحو مرجمة فلما جلسنا وأتتنا كؤوس الشاي تترقرق وقد ثاح عطرها قال الشيخ يا أبا عقيل فأوقفه أبا عقيل بإشارة من يده تبيت عندنا ثلاثة ليال وبعدها تقول حاجتك وأبشر بما جئت من أجله ولو كان دونه عنقي فرد الشيخ بتهذيبك لولا طول السفر وعجلة الغاية لكان ما تقول يا أبا عقيل ولكنني أعرفك نفسي وأرجو أن تسمح لي وسكت الشيخ وسكت أبو عقيل فعرف أنه قبل منه فأكمل أنا صديق صديقك أبو سلطان فضيق أبو عقيل عينيه يستطلع خبر الشيخ لكنه لم يهتدي فسأل من منهم فرد أنا علي بن الحسين فقاخها أبو عقيل وهو يرجع ظهره إلى الوراء السكرجي فانزعج الشيخ إن الله يقبل التوبة ونحن البشر لا نقبلها يا أبا عقيل فاعتذر كنت أمازحك وهمست في أذن الشيخ الناس لا ينسون موضيك المخزي أيها الشيخ فلك ذري بكوعه وهو يشد على شفتيه وأكمل إن كان حدثك أبو سلطان حديث فلابد أنك أعرف قتلت مرأتك لا تحزن لقد مر على ذلك زمن طويل والله غفور رحيم ليس من أجل حكاية مرأة جئته بل من أجل ابنتي ابنتي مريم وراح الشيخ يعد على أصابعه ثم يرفع بصره إلى الشيخ ويقول إنها تقترب من أربعين عاما نعم فلماذا تبحث عنها الآن إنها ابنتي يا أبا عقيل وإنني أريد أن أمتع عيني برؤيتها ولو لمرة واحدة قبل أن أموت وتهدج صوته وهو يقول العبارة الأخيرة فرق له قلب أبي عقيل وقال قد سمعت من صديقي قصة فتاة يمكن أن تكون ابنتك فتلهاف الشيخ أكمل لقد قال لي إنها من الربة فقلقلت الكلمة الشيخ إنها من هناك وإنها يتيمة إنها كذلك وإن عمتها ذوجتها من رجل شمالي في بعض نواحي معان فارتج جسد الشيخ وسمعت خفاقات قلبه وقال ومن يكون الشمري هذا لا أدري ولكن إذا ذهبت إلى شيخهم فإنه سيدلك وخرجنا إلى مضارب الشمر فرحب بنا شيخها وطاف بنا على الذين تزوجوا من بنات الفلاحين من أربعين سنة واحدا واحدا فما عثرنا على مريم بنت علي بن الحسين فيهن وكأنها لم تكن أو لم توجد أو لم تولد من الأساس وقنط الشيخ قنوطا رأيته فيه كما لو كان داء وبيلا ودخله حزن ثقيل وغم طويل حل كل خالية في جسده وأصيب على إثر ذلك بضعف في البصر فرح يتهدى الطريق إذا مشى ومرنا بعدها على أكثر من مئة قرية وخريبة ومحلة نسأل عن مريم فما اهتدينا إليها وعدنا نجر أذيال الخيبة وبتنا على قوارع الدروب ولم يعد الشيخ يحفل بشيء مما يصيبه وهزل جسمه ونحلة وزاغت نظراته ولم يعد يأكل شيئا ولولا أنني كنت أرغمه على الأكل بوضع الطعام في ثمه لمات من الجوع وكنا إذا بتنا في مسجد أو أي مكان يهذي طوال الليل ولا أدري ما أفعل به وأرغمته على أن نمر على مستشفى في طريق عدتنا فلما عينه الطبيب قال لي أين أهله فقلت له إنني أهله فقال لي بأثن الشيخ ميت ولا يرجى شفاؤه فنهقت في وجهه نهيقا غطى بسببه أذنيه وهو يقول أخرج من هنا أيها الحمار ورددت الموت لمن يبشر بالموت ووصلنا إلى صوف بعد شهور طويلة والنفس يتردد ببطء في صدر الشيخ وطلب مني أول ما وصلنا إلى صوف أن ندخل المسجد فلما صار على بابه نظر إلى تابوت وقال لقد حان أن أحمل فيه فهدأت من روعه وحلفته أن لا يقول ذلك وكان الوقت صلاة المغرب فصلينا في المسجد ولم يقبل الشيخ أن نعود إلى ديارنا وأقسم علي أن لا يخرج من هنا إلا على المحفة ومكثنا إلى صلاة العشاء وتجمع أهل صوف حول الشيخ وطلبت منهم أن يقنعوه بالذهاب إلى بيته فلما صرنا في بيته لم ينم وجلست أحدثه وجعل يقول لقد كانت بضعة مني فكيف فردت فيها إنها أجمل طفلة رأتها عيناي لقد كانت على واشك أن تقول لي يا بابا ولكن الشيطان أبى إلا أن يحرمني من ذلك لقد كنت أتمنى أن يكون لي بعد رحيل ابنة تتذكر أباها البائث حقا يا لي من بائث ولما أخذ منه التعب كل ما أخذ النام فسمعته في النوم يهدي سامحيني يا مريم لقد ظلمتك وظلمت نفسي سامحيني يا ابنتي فلما طار غراب الليل وأقبل وجه الصباح كان الشيخ قد رحل عن هذه الفانية